المحاضرة دية تتعرض لكذا موضوع أول موضوع هو two-dimensional signals and systems اللي هي بنكلم على spatial Fourier transform هنالكلم على scalar diffraction theory والapproximation سبعتها هنالكلم على angular spectrum decomposition فيها هنالكلم على free space propagation transfer function هنالكلم على الفرنال والفرون هوفر approximations وبعد ذلك نعمل الاناليس بقى ال coherent imaging systems وطبعا ال more practical بيبقى ال incoherent imaging systems هنالكلم عليها باختصار شديد ونوصل بيها لديفنيشن بتاع المodulation transfer function اللي موجودة عندنا في كل الميديكال imaging modalities أول حاجة هنالكلم عليها هي ال Fourier transform الجنرال فورم بتاعه في two dimensions اللي هي عبارة عن extension بس مجرد للone dimensional Fourier transform اللي شوفنا في ال digital signal processing بتاع ال undergraduate بيبقى في عندنا ال forward transform او ال analysis formula بيبقى في عندنا ال input بتاعنا هو g of x and y ده عبارة عن special domain signal بتاعتنا وبنضربه برضو في حاجة شابه اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي نفس ال complex exponential بتاع ال Fourier transform بس بدلا ما كنت بعملها اوميجا بحطات y spy f طبعا بيبقى عندنا fx و fy ده ال special frequency في ال x direction وده ال special frequency في ال y direction طبعا ال fx و f y الوحدات بتاعتهم واحدة على distance ف basicly fx بيبقى عبارة عن واحدة على متر وده بيبقى برضو واحدة على متر ال inverse transform من سميل synthesis اللي احنا بي بناخد ال coefficient بتاعت ال Fourier transform اللي احنا بنعمل ال Fourier transform ونقدر تاني نرجع بيها نجيب الايه نجيب ال g of x and y اللي هي عبارة عن ال signal الاصلية بتاعت ال special domain بتاعتنا احنا هنا في ال Fourier transform اللي انا نكلم عليه النهاردة او في المحاضرة دي بياخد g of x and y ونجيب g capital of fx and fy وطبعا هما الاتنين دول برضو relative لبعض وطبعا فيه one to one correspondence يعني لو عرفت ال g of x and y بيبقى لها يونيك capital g of fx and fy والعكس فباسيكلي الاناليسز والسنززز فورميلاز بنقدر بيهم ناخد السيجنان ونروح بيها ونرجع من ال Fourier transform غير ما يحصل اي لصص خالص طبعا واحدة من الحاجات ال theoretical اللي لازم نتعرض لها هي existence path free transform هل ال Fourier transform ده بيبقى موجود ولا ممكن في بعض الحالات ما يبقاش موجود طبعا احنا الفورميلة بتاعت الاناليسز نفسها هي عبارة عن ان انا بجمع مجموعة من الحاجات اللي هي بتبقى كلها لها infinite support يعني بكلم مثلا هي complex explanations الموجودة دي اللي هي e to the j twice pi fx fx plus fy fy الكلام ده كله عبارة عن signal يعني موجودة من minus infinity to infinity فدلوقتي هل لما نجمع مجموعة من دول في الاخر المجموع دوت هي converge ولا هي diverge يعني ايه converge ي converge معناها ان يوصف الاخر لحاجة ما هيش infinity ي diverge معناها ان هو هيوصل لي infinity ما ندرش ان احنا نوصله لحاجة تبقى يعني ممكن احنا نستعملها في حاجة مفيدة ففي عندنا مجموعة من ال conditions بنسميها sufficient conditions sufficient نركز قوي ان هي مش necessary conditions sufficient معناها اللي هي لو تواجدت هيبقى ال conditions يعني بتقول لنا ان ال foray transform موجود انما مش necessary معناها ان هي لو في واحدة فيها مش موجودة ممكن برده still foray transform بيبقى موجود فمتكلم على الاول condition هي ان G بتاعتنا absolute integrable يعني لو خدت ال integration عملت integration absolute value of G of x and y من مائس infinity 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 في ال x وفي ال y هيطال لنا حاجة تبقى ما هيش infinity او لو عندنا G has finite discontinuities أو maxima أو minimum يعني لو انا عندي مثلا حاجة زي ما بتكلم على فرضا يعني بتكلم على signal شكلها مثلا sinusoidal لا ما هيش بتحقق ال condition لان احنا عندنا basically عندنا عدد من الماكسما والمينما بيبقى infinity بس ده زي ما قلنا ده sufficient condition لو عندنا signal مثلا square wave برضو بيبقى فيها number of discontinuities برضو ما هيش finite فدي طبعا برضو ما بتحققاش ال condition ده ال condition التالت G has no infinite discontinuities يعني ما فقاش يبقى فيه signal عندها يعني discontinuity بتروح لإنفينيتي مثلا 10 10 function يعني 10 اي زاوية في الاخر لما بنحط الزاوية دي بتساوي مثلا 90 درجة هيتلاقي ان احنا بنوصل الى نية بتبقى infinity فيبقى فيها عندنا مشكلة الحقيقة ان احنا عندنا function زي كده بيبقى برضو condition ده ما بتحققش فيها طبعا دول conditions دول دول زي ما بنقولك sufficient هنلاقي ان فيه signal كتيرة جدا حقيقة ما بتحققش دول كلهم ممكن ما بتحققش ولا واحدة فيهم actually وفي الاخر بيبقى برضو for a transform ففي الحقيقة واحدة من كتب الممتازة اللي احنا هيتعرض لها بيقول فيه كلمة جميلة قوي هو ان physical possibility is a valid sufficient condition for the existence of a transform يعني ايه ما تكلم على ايه مثلا مثلا عندنا direct delta function دي basically عندنا فعليا لها for a transform فخلاص يعني عندنا direct delta function ما بتدرش ان احنا نحقق اول واحدة conditions الموجودة دي فمعنا كده بنتكلم ان احنا يعني طالما قدرنا نحسب لها خلاص يعني هي فعليا لها for a transform موجود ما بتدرش ان احنا ان اعترض على حاجة موجودة او لو نتكلم مثلا عن sign-soidal signals sign-soidal signals for a transform موجود فمعنا كده خلاص لو هو موجود يعني لو هو يعني درنا ان احنا نحسبه يبقى خلاص يبقى هو فعليا موجود ما بتمانتش على conditions اللي هي بكلم عليها عشان اقول ان هو مش هيبقى موجود فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا ودي تعتبر حاجة ثيورياتي كالكده بس بعض الاحيان بتبقى برضو بتدينينا انسايت على ال for a transform نفسه بيشتغل ازاي طبعا ال for a transformation كdecomposition هو في يعني لو اخدنا مثلا ال one dimensional case كاكزامبل احنا فعليا لما بنعتبر ان فيه عندنا decomposition احنا ممكن احنا نستفيد من decomposition بان احنا نستعمل ده linearity علشان احنا نقدر نستعمل حاجة زي superposition علشان نسهر يعني مثلا لو احنا كنا فاكرين الان احنا كلمنا عليه في linearity في كورسو بتاع addition signal processing كونا بنتكلم على ان احنا لما يكون عندنا السيجنال بتاعتنا ده انا ملاد decomposition in terms of sum of elementary functions وانا عارف ال response بتاع ال elementary functions دي عامل ازاي بقى معنى كده اقدر احسب ال response لكل المجموعة بتاعهم فمعنى كده انا بستغل الحاجات دي بستغل انا ال decomposition اللي هو بتاع ال for a transform دوت علشان نقدر بعد كده ساحل على نفسي في حاجات كتير الحقيقة يعني بشكل كبير فطبعا احنا باسيكلي لو احنا بصينا على الشكل بتاع ال for a transform في ال one dimension علشان يبقى متخللنا اكتر شوية هيبقى عندنا ال g of t ده اللي هي synthesis formula بس في one dimension g of t بتساوي integration minus infinity infinity g of f e to the j twice pi f t df احنا دلوقتي بنتكلم على basic أو elementary functions اللي هي هي harmonics اللي هي pure harmonics كل واحدة فيهم لها frequency f g of f بقى هي ده coefficients بتاعتي basicly transformation نفسه أو coefficients بتاعتي transformation نفسه هي عبارة عن coefficients بتاعت the expansion in terms of functions z فطبعا بالنسبة لنا بيبقى عندنا يعني لازم احطين في اعتبارنا ان complex functions d بيبقى لها مزايا كتيرة جدا وطبعا لما نعمل the composition in terms of complex functions d ممكن بعد كده لما ديج نحسب response لأي حاجة بقى شكلها معقد ممكن نستغل response البسيط بتاع complex functions d اللي هي individual functions منهم ومنها نجيب بقى response بتاع complex signal طبعا ال waiting functions اللي هي g of f اللي هي spectrum بتاعنا بتبقى عادتا complex فيعني دا طبعا general case لازم ناخده فيها تبقى لو احنا رحنا بقى two dimensional case هنلاقي ان احنا elementary functions بتاعتنا هي عبارة عن حاجة بشكل كده عبارة عن e to the minus j twice pi f x x plus f y f y الحقيقة frequency pair دوت بيدينا في physical world بتاعنا physical realization عبارة عن plane waves يعني احنا بصينا على equation بتاعت plane waves هنلاقي ان شكل formula بتاعتها حاجة بالمنظر دا كده وهنلاقي ان احنا لما بنتكلم على wave length بتاعنا لما بنتكلم على المسافة اللي بين wave fronts وبعضيها هنلاقي ان هي عبارة عن واحد على square root of f x square plus f y square وطبعا الانجل بتاعتنا اللي هي plane wave نفسها بتحرك في انا اتجاه بتعتمد على العلاقة بين f x و f y شكلها عامل ازاك يعني لو دي عندنا f x في اكس بس يبا هي بتتحرك basically في اتجاه ال x لو بتحرك في الاتجاه دا كده لو هي بتتحرك بس فيها f y y بس يبا معنا كد تتحرك في اتجاه ال y بس فعا متا حسب بقى ال weighting أو relative magnitude بقى ال f x و f y بناخد انجل بقى الثيتا لا علاقة بي زي ما احنا شايفين كده ال f x وال f y طبعا لو احنا بصينا على الثيتا اللي هي الانجل ثيتا اللي موجودة هنا دي هنلاقي ان احنا باسيكلي ندر نلاقي ان هي عبارة عن نفس الانجل دي بالزبط فهيبقى عبارة عن هي 10-1 بقى ايه دي على دي هنراجع بسرعة على بعض ال basic theorem بقى ال foray transform طبعا اهم واحدة فيه من حقيقة هي linearity linearity basically بتقولنا ان السوبر بوزيشن بيتحقق يعني معنى كده لو انا عندي function g of x and y وعندي function تانية h of x and y والg كانت ال foray transform بتاعها foray of g والh كان foray transform foray of h لو انا جبت function عبارة عن combination من ايه من الاثنين functions دول يعني alpha g plus beta في h يبقى معنى كده من السوبر بوزيشن هنلاقي ان foray transform بتاع المجموع دا هو عبارة عن alpha foray transform of g زائد بيتا foray transform of h طبعا ده direct application للسوبر بوزيشن برضو scaling theorem دي حاجة مهمة جدا احنا لو عندنا function بتاعتنا g of x and y بتروح لنا foray transform g of f x and f y لو انا عملت scaling special axis بتوع ax او y لو حطيت مثلا ax و by بيبقى عندي foray transform هو عبارة عن نفس g بالزبط بس بيحصل scaling بالعكس بقى في الناحية التانية بيحصل scaling بدل ما كان عندي a مضروه في x هتبقى مقسومة يعني f x مقسومة على a و برضو نفس الكلام بالنسبة لل by هنا f y على b ويبقى فيه عندي scaling factor بره وعبارة عن واحد على absolute value of a b فدي حاجة طبعا في غاية الاهمية لان برضو لها اهمية كبيرة هنشوفها لما ديجي نكلم بقى على لما نحسب الفيلد بتاع diffraction هنلاقي ان احنا الفيلد نفسه بيبقى نفس الشكل بالزبط بس بيحصل فيه scaling حسب position بتاعنا ماشي ازاي shift theorem برضو مهمة جدا بتقولينا ان احنا عندنا function g of x بقت shifted ب a و y shifted ب b معنى كده ان هيبقى نفس functional form اللي كان موجود نفس ال absolute value هيفضل زي ما هو او نفس الحاجة اللي كانت موجودة قبل كده هيفضل زي ما هي بس هتضرب complex exponential كده عبارة عن يعني e to the minus j twice pi f x a زاد f y ده عبارة عن linear phase في ال ax وفي ال f y يعني معنى كده انا بيكلم Peterson وعلى ان احنا عندنا rumified time domain او فيال spatial domain بادينا linear phase في baseball frequency domain موكي فمعنى كده هستن بس موجودة moi طبعا احنا ممكن بردو نتكلم على نفس الحاجة اللي كلمنا عليها في الانيرجي لو حسبناها في الانيرجي اللي هو تايم دومين كان بتروح هي نفس الانيرجي وتبقى هي هي في الانيرجي. نفس الكلام هنا بالضبط لو انا حسبت الانيرجي بتاعتي اللي عبارة عن الابسلوت فاليو بتاع السيجنال بتاعتي سكويرد ده عبارة عن الانيرجي بتاعتي محسوبة في الانيرجي لو انا حسبت نفس الحاجة هي هي في الفريقونس دومين تتلع نفس الحاجة يعني ده عبارة ايه بتاع الاسبكترم بتاعي الانيرجي بتاعي اللي هي جي وفي اكس وفي سكويرد وانيرجي ما بتتغيرش من ال43 transform دي واحده من الحاجات اللي هي من الحاجات المهمة اللي بتورينا ان ال43 transform هو orthogonal transformation فده واحده من الحاجات مهمة اللي احنا ناخدها في اعتبارنا لان برضه الاتنين دول لبعض مهم جدا عشان في بعض الراحيان بيبقى عندنا واحدة منهم بتبقى لها كومباكت سبورت والتانية بتبقى لها انفينت سبورت فلو انا عايز احسب الانرجي بتاعتي ممكن احسبها في الحاجة في الدومين اللي فيه كومباكت سبورتي يبقى أبسط بالنسبة لي وأسهل ويبقى أدقى كمان في الحساب طبعا نفس الحاجات الاتمنى عليها في الوان دامانشنال برضو وهي في التام دومين وهتا موجودة برضو في الاظراف المغ Sabher اللي هو الاسئلة المن sudd فهنا عندي الـ Frequency أو الـ Fourier Transform G مضروف في الـ Fourier Transform H زي ما احنا شايفين كده في الـ Frequency Domain نفس الـ Theorem موجودة في الـ One Dimensions الموجودة برده في الـ Two Dimensions طبعا حالة خاصة من دي أو يعني حاجة related لدي نحنا ممكن نقول لو انا حطيت الـ H دي بـ G star اللي هي الـ Conjugate بتاع الجي يعني عبارة الـ Conjugate بتاع الجي نفسها هلأي ان احنا عندنا الـ Conjugate بتاع الجي دوت لو انا عملت له في الـ Ray Transform هيتطلع لي الـ G نفسها Star يعني G نفسها Complex Conjugate فمعنى كده لو ضربت الـ G في الـ G Conjugate هيبقى عندنا في الاخر الـ Absolute Value بتاع الجي سكوار فدي طبعا تعتبر حالة خاصة من دي يعني احنا لو عوضنا H هنا بتساوي G star هنطلع بالنفس النتيجة دي في المنتهى البساط العكس بقى احنا ممكن نلاقيه برضو ان احنا لو عملنا في الـ Ray Transform بتاع الـ G of X and Y squared هنروح الناحية التانية يبقى عندنا Convolution في الـ A وطبعا دي برضو حالة خاصة ان انا هنا بضرب حاكتين في بعض يعني بضرب حاكتين في بعض هيبقى عن G في G star فمعنى كده ما بروح برضو بقى عن نفس كلام يعني Convolution بتاع الـ G في الـ G star Convolution بتاع الـ G مع Convolution بتاع الـ G star اللي هو الـ G Composed Conjugate طبعا احنا عندنا لو احنا فاكرين في الـ Frequency Domain او واحدة من الـ F-ray Transformation ان احنا بيبقى في عندنا يعني ممكن احنا لو عندنا الـ F-ray Transform بتاع الحاجة اللي موجودة هنا دي ممكن احنا نرجع بيها نجيب حاجة شبه هنا كده يعني Convolution في الـ Spatial Domain يدينا Multiplication في الـ Spatial Frequency Domain اللي احنا ممكن برضو نستعملها بحاجات مختلفة طبعا الـ Property اساسية جدا من الحاجات اللي لازم نبقى طبعا عارفينها عن الـ Fourier Transform هي الـ Fourier Integral Theorem لو انا اخدت الـ Fourier بتاع الـ Inverse Fourier بتاع الـ G of X and Y هي نفسها الـ Inverse Fourier بتاع الـ Fourier بتاع الـ G of X and Y بتساوي G of X and Y يعني باسيكلي اعتبر الـ Fourier Transform ده كـ Operator والـ Inverse بتاعه اللي اتنين اول حاجة ممكن انا بدل بينهم مكان بعض ممكن انا اغير مكانهم ما يبقاش في مشكلة وهم الـ الاتنين فعليا لما بدلهم في بعض بيديونا Identity في الاخر يعني Identity Operator اللي بيطلعلي الحاجة اللي بيشتغل عليها دي بيطلعلي زي ما هي بالزبط ما فيش اي اختلاف طبعا دي حاجة اساسية جدا ان انا اكون عندي Theorem زي كده عشان تأكد لي ان الـ Fourier Transform ده Invertible وان العلاقة بين الـ Fourier Transform بين الـ Inverse يعني او العلاقة بين الـ Signal بتاعتي في الـ Spatial Domain وفي الـ Spatial Frequency Domain علاقة 1-to-1 Correspondence يعني ما فيش عندي يعني ان كده يبقى في عندي سيجنال لها 2 Fourier Transform او ما يبقاش عندي سيجنال لها مثلا 1 Fourier Transform ولها 2 سيجنال فومز يعني ما يبقاش عندي مثلا Spatial Frequency Domain يبقى له 2 سيجنال مختلفين ممكن يحققوه لا هو كل سيجنال اقصادها مقابل لها Particular Fourier Spectrum او Spatial Frequency Spectrum ويفضل الـ الاتنين ليهم علاقة ببعض ما ينفعش ان انا افصلهم عن بعض هما الاتنين بيروح البعض فمعنى كده لو انا عندي دي او عندي دي او عندي دي عندي سيجنال بتاعتي في الـ Spatial Domain او في الـ Spatial Frequency Domain يعني عندي G of X and Y او capital G of Fx and Fy هما الاتنين معناها انها هما الاتنين عندي عندي الاتنين موجودين عندي يعني عندي واحدة ادركيب التاني واحدة من الحالات الخاصة اللي ممكن نشوفها في الـ Fourier Transform ان احنا لو في عندنا G of X and Y دي سيبارابل سيبارابل معناها ان انا اقدر افصل الـ G of X and Y دي لـ Two Terms Term Function في X بس و Term Function في Y ممكن نفس الكلام يتحقق علينا لو انا كنت بتكلم على ان الـ Function بتاعتي Function في R and Theta طبعا هممكن نحط الـ Spatial Domain بتاعنا ياما Rectangular Coordinates ياما Polar Coordinates في الحالة Polar Coordinates ممكن انا افصل الاتنين بقى حاجة Function في R و حاجة Function في Theta طبعا دي بتبقى مفيدة جدا الحاجات دي ان انا ممكن تسهل علي جدا في الحساب بتاع الـ Fourier Transform زي ما اشوف بعد شوية صغيرين وفي لوقت نفسه لو بتكلم مثلا على الحاجات اللي هي الـ Representation اللي بالشكل ده كده ده بيبقى مفيد جدا في الحاجات اللي شكلها بتبقى Circular Symmetric يعني ممكن تبقى عندي حاجة تبقى Circular Symmetric ممكن انا تمثلها بحاجة تبقى G of R بس خلاص يعني مايبقاش لعلاقة بالثيتا خالص وممكن ان انا الفاصل ده في حد زيادته ممكن برضو يفيدني ان انا بقى عارف السيجنال بتاعتي بتبقى ازاي with respect to Theta يعني ممكن تبقى حاجة تبقى تبقى general اكتر شوية مالقاش علاقة بالR مايبقاش اللي اتنين مع بعض لازم بموجودين عشان اقدر رحسب الحاجة اللي انا عاوز فهذه الـ Superability دي الحاجة لها فايدة كبيرة لانها ممكن تسهل جدا حساب بتاع الفوري ترانسفورم اللي هو الفوري ترانسفورم بدل مانا اضطر ان انا اتعامل مع الفونكشن الفوري ترانسفورم لاتعامل معها هنا two one dimensional signals هنشوف بقى الـ Superability دي تعمل لنا ايه بالنسبة للفوري ترانسفورم وهناخد مثال كده للفوري اناليسيس بتاع لو انا خدت يعني معنى كده عندي يعباره عن جي اكس في جي واي يعني جي اكس اكس في جي واي انا خدتها بالشك انا ممكن افصلها لتو ترمس بتوها اللي هو فانكشن فاكس وفانكشن فاي وافصل بردو هنا الـ Complex Exponential ده لتو ترمس واحد فانكشن فاكس وواحد فانكشن فاي يعني هنا هلق ان ده عباره عن two integrations عباره عن جي اكس اللي هو الجزء اللي فيه اكس مع الـ Complex Exponential بتاع الـ X في Dx و جي واي أوف وي في الجزء اللي هو فيه Y طبعا حكاية ان انا عملت نقل يعني اللي هو جزء بتاع الانتجريشن ده انتجريشن سين اولانية دي نقلتها عادتها ببرا الجي اكس اوف اكس دي دي يعني فيها كلام شوية بس عادتا في الفنكشنز احنا بتعامل معها بتبقى ما فيقاش مشكلة في بعض الفنكشنز الخاصة جدا بتبقى الكنديشن ده لازم يبقى برضو يتبصلوا شوية بحضر يعني بس بالنسبة لنا احنا في موظم الحاجات اللي نتعرض لها الاقل في الجزء بتاع الميديك الامجين ما بيقاش فيه مشكلة نح اللي هندي دي دي عبارة عن الفوري ترانسفورم اللي هو الوان ديمانشن الفوري ترانسفورم بتاع جي اكس وده عبارة عن الوان ديمانشن الفوري ترانسفورم بتاع جي اوف اي يعني مع انك ده راح سب الفوري ترانسفورم بتاع جي اوف اكس ان والوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانو فممكن بسهولة جدا نقدر احسب منها اشكال كثيرة للتو ديمانشنال فونشن اللي معتمدة على يعني ملتيفكيشن اف تو ديفرنت يعني وان ديمانشنال سيجنال في الاكس وفي الاي لما بتكلم بقى على البولار كوردينيس بنتكلم على دينية مختلفة شوية لانها معقدة بالنسبة للفورمولا نفسها بتاعت الفوري ترانسفورم يعني عمتا نقدر نقول عليها جنرال لي كانها نقط اس سيمبل از ريكتانجلر سيبرابل فونشن فباسيكلي هي زي ما كنت بقول هي مفيدة في السيركلي سيمتريك فونشن اللي هي بيبقى عندي جي اف آر ثيتا مش معتمدة خالص على ثيتا يبقى معنى كي هي فونشن اف آر في الحالة دي الحقيقة نقدر نستعمل حاجه اسمع الفوري باسل ترانسفورم او الهانك المهم يوم تفترون هذه العطاقة . طبعا الجي زيرو ده ادع عبارة باسل فانكشون فطبعا من الشكل ده كدة ممكن على طول احنا عندنا حاجه سييركولر سيمتريك اا ده رحسب مباشرة منها الالفريكوانسي دوين شكلو عمل ازاي وطبعا من الشكل الواضح عندنا هنا ان ما فيش اي حاجه لعلاقه بالانجل خالص فيطلع لنا الفوريه ترانسفوم بتاع الحاجه اللي هي سييركولر سيمتريك دي في النهاية الثانية برضو circular symmetric فقعدة من الحاجات برضو اللي ناخدها في اعتبارنا عشان نبقى برضو متخيلين الحاجة تطلع عامل ازاي مهم جدا ان احنا ما نعتمدش ان احنا نبلغ ان ارقام ونحسب وخلاص لا لازم نبقى متخيلين الحاجة دي طلع شكل عامل ازاي فلما يكون عندنا function symmetric يعني circular symmetric في ال special domain لازم تروح لحاجة او spectrum يبقى circular symmetric برضو في ال special frequency domain طبعا بيبقى موكل يبقى عندنا برضو synthesis formula بالعكس بقى اللي هو ال inverse فورية Bessel Transform هو بالشكل ده كده بيبقى عندي رو في G0 اللي هو ال Fourier transform انا حسبته هنا بقى في نفس الكلام برضو اللي هو Bessel Functional Serious Order وبردو منها نقدر نحسب على طول GR اللي عبارة عن circular symmetric spatial domain function علشان يبقى نتكلم على signals and systems خلينا ناخد شوية basic functions كده هنعتجها نحن بعد كده نعرف بها حاجات كتير قوي يعني فيه حاجات كده ممكن نحن نكسبرس يعني حاجات شكلها معقد جده in terms of basic functions بحيث بعد كده لو عايزين نحسب لها Fourier transform عايزين نعملها اي حاجة الحقيقى ممكن تبقى ابسط بكتير لما نكون معرفين ال basic functions دي وعارفين ال Fourier transform ففيه حاجة اسمها rectangular function or rectangle function هي rect of x هي عبارة عن يعني بتاع واحد من range من نصف 0.5 ل 0.5 هي عند 0.5 بالظبط يعني هنا عند 0.5 بالظبط يبقى في النصه هنا عشان يبقى الدنيا بس ما تبقاش في عندنا jump هنا تقليل jump شوي يعني هي عند 0.5 وعند 0.5 اوكي sync function برضو اللي هي عبارة عن sin pi x على pi x واحدة من الحاجات برضو اللي هي مهمة جدا لان هي برضو لاستعمالات كتير حقيقة جدا في الطوبيك اللي بنكلم عليه النهاردة signal function هي عبارة عن function بتدينها سين عبارة عن ان هي عبارة عن واحد لما نكون في positive x نقص واحد لما نكون في negative x و 0 عند 0 يعني ممكن يبقى positive negative فبقى باخده 0 هلسسنا هو ولا كده ولا كده triangle function اللي اوسعاد بنسميها البارتلت ويندو بنكلم على ان هي 1- absolute value of x فهي basic عبارة عن straight line من هنا ومن هنا ومن ناقص واحد لواحد الcomp function مهمة جدا عشان مستعملة عشان ن define sampling لما نكون عندنا sampling signal فالcomp عبارة عن مجموعة delta functions يعني كل الانتجر values of x مجموعة summation من direct delta functions عند كل النقط الموجودة عندنا في ال x من اول minus infinity to infinity ال circle function هي square root of x square plus y square طبعا هي بتبقى circle of rho يعني او r أساس ان هي function of r بس أساسا فهي فعليا بتساوي واحد لما تكون ال radius بتاعنا أقل من ال radius اللي هو ال واحد اوكي؟ وبتساوي نصة عند ال واحد بضلطة عند اللي هو الحدود بتاعت ال circle نفسها و zero elsewhere يعني برا الجزء ده بيبقى zero elsewhere الحقيقة دايما لما يجي نحسب ال foray transform نعتمد على ال foray transformation ونعتمد على ال properties بقى ال foray transform عشان نقدر نحسب generalizations للحاجات الموجودة في ال table ده فباسيكلي احنا عندنا ممكن regenerate two dimensional functions كمالتيبليكيشن من يعني two different functions طبعا في ال x و y نعتمد بقى على الفكرة بتاعت ال separability بتاعت ال functions في ال x و y ونقدر نكون بقى من مجموعة ال basic functions التي كلمنا عليها دي two dimensional functions تبقى مفيدة بالنسبة لنا طبعا rect function rect ax by ده عبارة عن بتمثلي حاجة شكلها rectangle كده في ال special domain بيبقى واحد واللي حوالي كله بيساوي صفر فطبعا احنا عارفين من ال table بتاع one dimensional foray transform ان ال rectangular function دي بتروح ل sync function في ال special frequency domain والrect تاني طبعا تروح برضو لنفس الحاجة بس dfx و dfy ممكن نعمل نفس الكلام هو طبعا في حاجات زي ال complex exponential بيبقى عندنا برضو نفس الكلام بيبقى عندنا بدلا ما كانت delta يعني delta of fx او delta يعني one dimensional delta بيبقى عندنا two dimensional delta لذي عندنا طبعا delta في delta فياخد two dimensional delta function signal function برضو نفس الكلام ممكن ندرب function في x و function في y والcomp نفس الكلام طبعا ممكن نركز على comp function دي ان هي مهمة جدا زي ما كنت بقول comp function دي بتعملها sampling for one dimensional signal لو انا عايز اعمل sampling for two dimensional signal بقى uniform sampling ممكن اعمله طبعا بالcomp function دي وطبعا ال a وال b اللي موجودة دي للscaling factors دي بنستغل بقى ال scaling property بتاعتنا اللي احنا شفناها بنقدر نسكيل بعد كده for a transform بحيث ان هو يبقى ايه يبقى مناسب لل sampling اللي انا عامله في ال x و y يبقى we don't have to have the same sampling rate في ال x و في ال y مع بعض طبعا احنا ملاحظين ان احنا عندنا لما بنحط a مضروف x بنقسم بعد كده يعني ال a دي نقسمها في ال frequency domain او في ال special frequency domain فيبقى عندنا fx على a مش fx في a فمعنا كده لما بعمل expansion في domain بعمل compression في domain تاني او العكس طبعا من الحاجات برضو المهمة اللي احنا ندل نلاحظها لو عندنا gaussian function بتروح الناحية التانية gaussian function برضو بنفس الكلام وطبعا في ال scaling برضو موجود زي ما اتفقنا ولو كان عندنا يعني بتكلم على gaussian phase يعني حاجة شكلها gaussian في ال phase اوكي لو عندنا حاجة بالشكل ده بيبقى برضو بتروح الناحية واحدة من ال very interesting properties اللي ممكن يطلعها من free transform نحنا نقدر نحسب حاجة اسمها local spatial frequency اوكي لو انا عندي general function عبارة عن g of x and y عبارة عن amplitude و phase زي ما احنا شايفين كده amplitude بتاعنا a of x and y وال phase عبارة عن e to the j phi of x and y ده الجزء اللي هو phi of x and y ده هو phase بتاعنا طبعا بعض الناس ما تبقاش متخيلة فايدة الفيز قاوي ان احنا دايما كل ما بنيجي نرسم for a transform بنهتم او ان احنا نرسم magnitude ما بنرسمش الفيز بس اكشوالي الفيز ده معبر جدا عن frequency content بتاع السيجنال فلو احنا عايزين نحسب local spatial frequency pair طبعا احنا نتكلم هي على frequency pair ان احنا f x and f y بيبقى defined as ان frequency اللي هو local frequency تحت ال x هي عبارة عن ان انا باخد واحدة على twice pi فالderivative بتاع phi of x and y with respect to x ولو احنا عارف local frequency y هو عبارة عن ان انا باخد partial partial y او derivative with respect to y لل phi of x and y يعني هنا باطلع بالfrequency اللي هو local frequency x عن different x y بيساوي كام يعني اقول مثلا x y بيساوي كذا اقضى رحسب local frequency اللي هو dominant frequency بتاعها بيساوي كام ونفس الكلام بالنسبة لل y طبعا كمثال على كده لو خدنا complex financial لو خدنا signal احنا هارمونيك بالشكل ده كده احنا عارفين ان signal harmonic دي دي اكشولي ملهاش local frequency في كل حتة زي بعض هي harmonic infinity نفس frequency فنشوف كده لو احنا عملنا تطبيق لل لالثيوري دي هيطلع لنا كلام ده ولا لا فلو خدنا الجزء اللي هو فيه phase وطبعا هو كل الدنيا phase لو بصينا على relation بين الاثنين دول هي ان الجزء اللي هو twice pi f x x زاد f y y ده هو عبارة عن fee of x and y لما اخد لها derivative with respect to x هيطلع لي كلام ده عبارة عن f x لما اخد لها derivative with respect to y هيطلع لي كلام ده f y يبقى معنى كده ان فعلا عندي local frequency everywhere ما هيش function of x و function of y هي everywhere بتسوي f x رقم ثابت نفس الكلام بالزبط لو عندي نفس ال y برضو نفس الكلام هي برضو رقم ثابت everywhere هي عبارة عن f y فمعنى كده ده برضو تطبيق بسيط جدا على الموضوع ده بس ممكن برضو ناخد الكلام ده برضو ندي example تاني عشان اتخيلها احسن شوية لو انا عندي finite chirp signal chirp signal دي عبارة عن signal بتغير frequency بتاعتها مع space طبعا في ال time domain كل من الكلم على signal بتغير frequency بتاعتها مع time يبقى فيه linear variation كده بين ال time بين ال frequency بين ال time او معنى صح ممكن نحط ال frequency بتاعتنا عبارة عن alpha times time يعني عبارة عن constant times time فمعنى كده ما ببص على شكل functional form بتاعي بدلا ما بلاقيها عبارة عن components exponential بلاقي انها عبارة عن حاجة فيها quadratic phase يعني فيها x square x square دي جايه من انا عندي x مضروف بيتا x يعني x ال frequency بتاعتي بدلا ما كانت fx بقت بيتا x يعني بتعتمد على x بتغير بطريقة linear مع x طبعا نفس الكلام بالنسبة ال y لو انا باخد طبعا ايه الكلام ده في two dimensions فلما بتكلم على الشكل بتاعي عامل كده عبارة عن finite chirp finite chirp معنى ان هي لها local support او لها compact support يعني هي لها support من minus plus lx يعني من minus plus lx احنا فاكرين ال differential direct function كان من minus point five في point five اللي هي الحاجة اللي جوه دي فمعنى كده لو انا عندي من lx minus lx لغاية plus lx هيبقى ايه هو ده support فمعنى كده لو انا خدت بقى الفيس دوت وانعارف ان support تاع الفيس ده هو ده نفسه لان هو ده support للسيجنال كلها معنى كده support للفيس ده برضو هلاقي عندي ال f lx عبارة عن beta x rect of x على twice lx يعني نفس ال support بتاع السيجنال اصلي ال f l y عبارة عن beta y rect of y نفس الحاجة بالضغط هلاقي ان هو برضو ال frequency زي ما احنا شايفين كده هو عبارة عن حاجة بتزيد مع الايه بتزيد مع ال x بطريقة linear ونفس الكلام بالضبط اللي هو ال frequency في ال y بتزيد برضو بطريقة linear مع ال y فطبعا دي حاجة مفيدة جدا هي تورينا ان احنا نقدر لو كان عندها شكل سيجنال حتى معقدة جدا ممكن منها نحسب estimate كده لو انا عندي given x بتتاوي كام لو عندي x معينة اقدر احسب ال frequency اللي عندها عند ال x ان انا ممكن اتخيل ال content بتاع السيجنال بتاعتي عامل ازاي وطبعا من الشكل اللي قدامي دوت ممكن ان انا بعارف ان في عندي support للسيجنال بتاعتي او support the local frequencies بتاعتي من minus plus lx و minus plus l y فمعنى كده ممكن اتخيل support بتاع السيجنال بتاعتي almost يعني تقريبا كام من estimate البسيط دوت اللي انا حسبته من derivative بتاع نتنهيق دلوقتي الكلام على systems نتنهيق على linear systems طبعا a very convenient representation of a system is a mathematical operator as of input بتاعنا which which we imagine to operate on input functions to produce output functions طبعا بتكلم على ان انا عندي function input بتاعتي g1 وبيطلع لفنكشن التانية تبقى g2 بعتبر ان انا عندي هنا طبعا domain يعني مع ان كده ممكن يبقى فيه عندي هنا x1 y1 بروح لدومين تاني بx2 y2 طبعا نتكلم على ان موصد linear system أو يعني 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 بترانسفورم من دومين لدومين يعني يعني بتكلم مثلا على ال Fourier transform ان هو linear system انا باخد السيسم بتاعي مثلا function في x and y وروح تبقى function في fx and fy ففعليا هبنغير ال coordenance بعيتنا بنغير كل حاجة بنعم الترانسفورميشن فعليا باستعمال system operator اللي انا بتكلم عليه دوتا فخلينا نتخيل system operator ده ان هو transformation اكتر من هو يعني يعني كلمة operator نفسها متبقاش معبرة قوي نتكلم لو دخلناها كترانسفورميشن هتبقى اوضح لنا شوي فطبعا الميزة الاساسية بتاعت linear systems الحقيقة ان كلهم بيستيسفاي superposition superposition معناها ان انا لو عندي ازا ما كنت بقول عندي p of x1 and y1 وعندي q of x1 and y1 لو انا عارف ال output بتاع من هو عبارة عن كل واحدة لوحديها لو انا دخلت p هيتلاعلي operator s of p ولو دخلت q هيتلاعلي s of q لو انا عملت combination بالشكل ده كده يبقى معنى كده ان انا هيتلاعلي في الاخر نفس combination بالضبط العالي بالنسبة لل ايه بالنسبة لل output بتاع بتاع ال linear system ده يعني دماءة صح انا ممكن لو انا عارف او عندي مجموعة من elementary functions انا عارف ال output بتاعها المفروض بيساوي كام لو انا بنيت اي function معقدة مكونة من مجموعة كبيرة من ال elementary functions دي انا بمنطقة البساطة ادري احسب output بتاعها من غير ما اضطر ان انا ابتدي من الاوله جديد خالص احسب output بطريقة ال convolution او طريقة تانية يعني انا عارف دلوقتي مثلا ان انا عندي signal بتاعتي عبارة عن two sinusoidals اوكي وعارف كل واحدة من sinusoidal signals دول اعرفتها هي بتطلع ازاي او هي في الناحية التانية بتطلع عاملة ازاي بقى ال combination اللي كانت موجودة في ال input بتتنقل زي ما هي بالضبط بالنسبة لل output وقدر احسب بمنطقة البساطة ال output بتاع بيساوي كام فيه characterization مهم جدا بالنسبة لل linear systems اللي هو بنعبر عنه بال impulse response لو انا عندي g1 of x1 and y1 طبعا ممكن نحطها بال general expansion بتاعها اللي هو expansion in terms of delta functions يعني لو حطتها بشكل كاي عبارة عن g1 convolved مع delta بالشكل اللي انا شايفينه هنا دوت طبعا انا عارفين ان بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها sifting property بتاعتي delta function في eventually output بتاع دي هيبقى برا عن g of x1 and y1 فاللو انا خدت الشكل دوت كده وانا عارف يعني ان انا يعني بالشكل ده كده عملت decomposition لل g1 function بتاعتي in terms of coefficients g1 in terms of basic basic elementary functions اللي هي delta functions different shifts فاللو انا دلوقتي اعملت operator يعني اعملت application ال operator انا كنت بتكلم عليه عشان احسب g2 x2 y2 انا بأبلاي ال operator ده على كل ال decomposition اللي انا بتكلم عليه هنا دوت فمعنى كده ان انا دلوقتي بتكلم ان انا ال operator دوت دلوقتي هو function في x1 y1 زي ما هكونا شايفينه هو ده بي apply او بي operate على x1 y1 فمعنى كده مفيش اي حاجه فيها x1 y1 غير الجزء اللي فيه delta function ده فمعنى كده لو انا نقلت بقى ال operator ده ده جوه كده طبعا حكاية النقل برضه بتاع ال integration وال operator بتاع linear systems ده في كلام بس انا اعتبر ان هو ممكن احنا يعني نسويتش ال order بتاعهم ما يبقاش في مشكلة فيبقى معنى كده ان انا ممكن اقول ان هو ده نفسه ابراعا ان انا قلت ال operator ده جوه فبقى بي apply او بي operate بس على delta function ويبقى عندي كل حاجه بعد كده ال integration زي ما هيا مفيش اي اختلاف خالص الجزء اللي هو هنا ده كده ده مميز جدا بالنسبة لنا ولو عرفناه لأي delta function لأي shift بقى لل delta function دي ده بيبقى يسمحلنا احنا نحسب لأي output في الدنيا يعني عندي اي function في الدنيا g1 of x1 y1 اقدر احسبها بدلالة الايه بدلالة معرفتي لترانسفوميشن بتاع ال basic functions اللي هي عبارة عن delta function دي ب different shifts للايه لل x1 وال y1 فبنسمى بقى الفنشن دي edge of x2 y2 وزيتا وكساي واتا فبنتكلم على دي انها بنسمى impulse response بتاعنا هناخد في اعتبارنا حاجه مهمه جدا ان احنا دلوقتي هنا في الجزء دوت احنا اكشوالي ما اتكلمناش على ان هي يعني كلمنا ان هي function في x2 y2 و function في يعني shift ده بكام يعني عندنا لكل shift يعني كل واحدة من shifts اللي عندنا هي xi واتا عندنا different value للh بتاعتنا بتساوي كام يعني هنا انا عارف ان x1 y1 بيروح x2 y2 بس الكلام ده بيختلف باختلاف الشفت ده بيساوي كام طبعا الحاجه اللي بتطلق لنا في الاخر اللي لما باجه عوه بقى بالh دي هنا اللي بتطلق لنا g1 of xi and eta في h of x2 y2 يعني given xi and eta في d xi d eta بتكلم على الكلام ده انه هو شكل مختلف عن convolution integral ده بيسميه حاجه اسمه superposition integral superposition integral هو معتمد بس عشان يبقى صحيح انه يبقى فيه عندنا linearity مفيش اي حاجه تانية خالص ان احنا معتمدين ان احنا عملنا decomposition signal بتاعتنا in terms of basic functions وبنبتدي بعد كده نبتدي كمبوز ال output بتاعنا in terms of برضو نفس basic functions او transformation بتاع basic functions ففعاليا احنا ما عملناش اي assumption خالص انه عندنا time invariance او عندنا shift invariance لما نيجي بقى نحط shift invariance ده في اعتبارنا هيبتدي عندنا بقى condition بتاعنا اللي يسمح لنا ان احنا نوصل بالشكل بتاع superposition integral دوت ان هو يبقى convolution integral اللي احنا متعودين عليه الحقيقة الحاجه اللي بتسهل علينا كتير جدا حساب ال output بتاع linear systems ان احنا يكون عندنا shift invariance او عندنا حاجه بنسميها spatial invariance فبنكلم على linear system نكلم عليه نوا space invariant if its impulse response depends only on the x and y distances between the excitation point and the response point such that ان احنا عندنا h of x2 y2 given x i و eta ان هو shift بتاعنا عندنا كان هنا بنحسب ان ال response بتاعنا بيختلف باختلاف كل واحدة من دول ده مش هيختلف بقى كده في الحالة بتاع space invariant يعني عندنا ال response بتاعنا معتمد بس على الفرق بين الاثنين دول فرق بين x2 و x i والفرق بين y2 و eta فمعنى كده احنا بتكلم على ان احنا لو حطينا ال input بتاعنا في اي وقت ال response هيطلع بعديه في نفس الوقت regardless انا حطيت ال input امت يعني بيبقى عندنا shift بين ال input وال output ثابت regardless انا حطيت ال input بتاع امت فانا بتكلم كده انه هو special invariant او بتكلم انه هو يعني زي ما كنا منتكلم على time invariant كده في linear systems اللي موجودة في time domain منتكلم هنا برضه على special invariant signals او to dimension signals زي ما احنا بنشوف هنا كده لو انا عوضت بقى بال new form بتاع special invariant impulse response بتاعنا هنطلع بشكل conversion integral اللي احنا متعودين عليه وده اللي بيسمح لنا في الاخر احنا بقى ايه نعتمد على احكاية ان انا بقى قدر اخد transfer function بتاع ال foray transform بتاع two terms دول بيطلعوا يبقى multiplication وال foray transform impulse response بسميه في الحالة دي transfer function بتاعتي بتساوي كام يعني transfer function دي مهمة جدا ان احنا اللي بقى اخدين في اعتبارنا انها موجودة بس لما يكون عندي special invariant يعني الملخص المفيد جدا في الموضوضة ان احنا عندنا computation of output using convolution integral and using convolution property or foray transform are possible only for linear shift invariant systems يعني ما ادارش ان انا اعرف transfer function الا اذا كان عندي linear shift invariant لو عندي system بتاعي linear بس ما ادارش ادفين transfer function ادفين especially varying impulse response ما ادارش اتعرف على يعني عندي حاجة مقابلة الى transfer function في حالة ما يكون عندي system بتاعي shift varying يعني بيتغير مع المكان فدي حاجة مهمة جدا عشان ناخدها في اعتبارنا عشان ما يتلحبطش فيها عشان دي حاجة من الحاجات الاساسية بتاع سيجنال في الحقيقة واحدة من طول اللطيفة جدا من تبصي بها على foray transform احنا نعتبره ان هو ايجين دي كومبوزيشن الايجين دي كومبوزيشن لو احنا كنا فاكرين في الميتريكس ثيوري كانوا بقول ان لو عندنا اي اكس بتساوي لامدا اكس يعني بيبع عندنا الفاكتور داخل بيأوباريت على يعني الاي بيتأوباريت عليه بيطلعنا زي ما هو بس مضروف في constant factor يبقى معنى كده ان الاكس ده يعتبر ايجين فاكتور والفاكتور المضروف فيها اللامدا دوت هو برا عن ايجين فاكتور نفس الكلام بالزبط بنتكلم هنا على حاجة في general form بقى بنتكلم على بدل ما كنا بنتكلم على finite dimensional spaces اللي موجودة عندنا في الالجبرا بنتكلم على حاجات infinite dimensional spaces اللي موجودة عندنا في continuous time signals و systems فبنتكلم على حاجة الاجين فاكتور هي عبارة عن حاجة اسمية ايجين فاكتور الاجين فاكتور دي عبارة عن a function that retains its original form up to a multiplicative complex constant after passage through a system يعني انا لو عندي system بالشكل ده كده دخلت له function بتطلع نفس ال function form هي هي مفيش اي اختلاف فيها خلاص يعني هنا function x هي x و y function في x و y طلعت نفس ال function في x و y هي مضروف constant ما هوش function في x و y خالص يبقى معنى كده الحاجة اللي طلعت لي هنا دلوقتي ادرى مثلا ب lambda g of x and y يبقى معنى كده lambda دي هي عبارة عن الجزء دوت كده ده عبارة عن complex multiplier ده بسميه بقى ال eigen value بتاعتي بتاع السيسم بتاعتي وباسيكلي هو ده ال waiting اللي انا بعمله application على ال input بتاعي وهو طالع فطبعا دي حاجة مفيدة جدا لان احنا فعليا ممكن نعتبر ان احنا ال complex multiplier اللي هي harmonics اللي بكلم عليها اللي هي frequency pair f x and f y هي فعليا بتطلع زي ما هي بالظبط من اي سيسم وفعليا احنا بس كل بنعمله احنا بنطلع بالظبط transfer function بتاعتنا بتبقى عبارة عن ال eigen function بتاعتنا عبارة عن ايه هي دي ال eigen value بتاعتنا بتساوي كم transfer function بتاعتنا بتبقى هي lambda او هي ال eigen value المقابلة للايه ال special frequency pair اللي هو f x and f y ففعليا ممكن نعتبر linear systems عموما بيعتبر ان هي لها eigen functions عبارة عن complex exponential او هي harmonics واحنا بنستغل بقى Fourier transform action احنا نحسب ال eigen values مباشرة بحيث يبقى عندنا ال response لأي واحدة من harmonics دي بيساوي كم as a function of transfer function دي بتساوي كم عند frequency دي بتكلم بقى دلوقتي على الجزء بتاعنا احنا ازاي نحنا نعمل sampling two dimensional signal يعني بتكلم على sampling بتاعنا دلوقتي باخد signal بتاعتي g of x and y اللي هي الاصلية بتاعتي واضربها في comp of x كل واحدة من دول بتجنرات او بتجنرات infinite number of delta functions في ال direction x of direction y لما اضرب المتين في بعض بديه two dimensional pattern كده ماشي فبسمي السيجنر بتاعتي gs of x and y يعني sampled version of g of x and y فطبعا دي عبارة عن function موجود لها values بس عند النقطة اللي هي بتاعتي دلتا function دي مش موجود لها اي values خالص عند ايه؟ عند النقطة اللي في النص يعني هي بتتساوي zero في النقطة اللي في النص او مش موجود لها values في النقطة اللي في النص طبعا بتكلم على لما بعمل scaling هنا ب capital x و scaling هنا ب capital y يبقى معنى كده بتكلم ان انا المسافات بتاعتي هنا بين كل واحدة والتانية بتبقى عبارة عن capital x ومسافات هنا في الواي بتبقى capital y فدي انا ممكن احدد بتغيير capital x و capital y اقدر اغير السامبلينج ريب بتاعي في ال x و في ال y بتساوي كامل لما باجي بص على الاسبكترم بقى بتاعه لما اخد ال foray transformation بتاعي طبعا عندي دلوقتي ملتبليكيشن بتاع comp في g of x and y فمعنى كده ان انا دلوقتي بتكلم على ان انا ممكن ان انا يعني اطبق بقى conversion theorem ان انا دلوقتي لما يكون عندي ملتبليكيشن في دومين بتروح لconvolution في الدومين التاني والعكس فمعنى كده الملتبليكيشن بتاعي دوت اللي هو كان في ال special domain هيروح لي في frequency domain عبارة عن ال foray transformation بتاع ال comp functions اللي مضروح بقى two dimensional comp في ال foray transformation بتاع g of x and y طبعا لو انا اعتبرت ان ال foray transformation بتاع ال g of x and y بالشكل ده كده طبعا احنا عارفين برضو من ال table بتاع ال foray transform ان ده هيروح لنا ناحية التانية comb برضو بس عندنا بقى يعني f x times x و f y times y اوكي في الاخر يطلع لنا pattern برضو بتاع يعني sampling كده برضو موجود عندنا في الايه في ال frequency domain وconvolution مع g capital of f x and f y convolution مع delta function زى ما احنا عارفين بنقلنا ال function دي كلها عند مكان delta function فدلوقتي هي دي ال original بتاعتي موجودة هنا هتلاقي فيه delta function موجودة جنبيها نقلت copy منها هنا جنبيها و delta function هنا copy جنبيها ويبقى عندنا basically repetitions من نفس foray transform بتاعنا بتاع g of f x and f y عندنا copies في كل الاتجاهات بقى من اول فهيبقى عندنا basically foray transform بتاع small g s of x and y هيبقى capital g s of x f x and f y بقى بقى summation بقى لنفس foray transform بتاع g of f x and f y بس شفت بقى بقى بقيم مختلفة من infinity to infinity يعني عندنا infinite extent من هنا ومن هنا بقى ان انا قررت نفس ال spectrum هو هو في كل الاتجاهات بperiod بتساوي بقى اللي هي ايه بتساوي واحد على x. فطبعا دي بالنسبة لي هي الحاجة الاساسية اللي انا ببص عليها علشان دلوقتي باهتم جدا ان الحاجات هتخش ببعض ولا لا. لانا لو عندي بنقل دي وفرضا انا خليت المسافة بتاعتي ما هياش كبيرة كفاية ممكن يحصل تداخل بين مثلا واحدة من دول والتانية فيحصل بقى distortion لشكل ال spectrum اللي كان موجود الاصلي بتاع ايه بتاع g s of f او g اللي هي capital g of f x and f y هنا كده المسافات بتسمح ان كل واحدة فيهم تبقى الوحدية فانا باهتم جدا بالمسافات بتاعتي اللي انا بعمل بها shift علشان هي دي اللي بتدليني اذا كان يحصل distortion او مش يحصل distortion لو احنا فاكرين كنا مكسامي distortion ده طبعا aliasing وطبعا كنا بنصمم السلسوم بتاعنا بحيث ان هو ما يحصلوش aliasing لان احنا وانس ان حصلنا aliasing ببقى very difficult او almost impossible to recover في الحقيقة الويتكارشانون نسامنا كثير مبارد وتدينا طريقة ازاي نحن نrecover from السامبلين دوت نرجع تاني نجيب السيجنال الاصلي بتاعتنا بتساوي كام فالثيري بتقولينا each exact recovery of a band limited function can be achieved from an appropriately spaced rectangular array with sampled values بشارط ان هي يبقى السامبلين بيري بتاعتنا تبقى مناسبة للباندويت بتاعتنا بيساوي كام يبقى برعا واحد على الباندويت يعني احنا كنا متكلم على sampling frequency بتاعتنا بتساوي twice maximum frequency احنا بنتكلم عن maximum frequency بتاعتنا في ال x هي bx و maximum frequency بتاعتنا في y b y يبقى معنا كده احنا بنحقق نايكوست بقى criterion هنا او criteria بقى عشان عندنا اتنين يعني كل واحدة من دول ال special sampling period بتاعتنا دي ال capital x دي ال special sampling period capital y بيحقق قولنا نايكوست يبقى معنا كده نريكوفر طبعا احنا ال spectrum بتاعنا بيبقى شكل عامل كده عشان نريكوفر اكشوري احنا كل محتاجين نعملون احنا نوصل الشكل ده كده يبقى الشكل ده فكل محتاجين نعملون احنا بس نبيك اوب اللي هي الايه نبيك اوب اللي هي اللي هي في النص دي اللي هي الشكل بتاعها زي دي بالظبط اللي هي ال one اللي هي ال original يعني فورم بتاع ال g of x and y يعني مجرد بس هنضرب rect function rect of rect هنا كده في ال special frequency domain بحيث نشيل بقى كل الايه كل ال repetitions الموجودة مارس infinity to infinity ففعاليا لما نريد نضرب rect of rect احنا احنا اكشولي ما نيجي نرجع هلاقي نفسينا بنرجع وهنبقى بقى عندنا دوقتي احنا ماننا multiplication هنا دلوقتي في rect function يبقى معنى كان نروح الناحية التانية convolution مع sync function ده لان احنا عندنا rect of rect بتروح لsync فهيبقى عندنا في الاخر g of x and y عبارة عن السامبل بقيتنا اللي موجودة عندنا اللي احنا عملنا لها سامبل هي نفس السامبل بظبط اللي هي gs of x and y وهتبقى convolved مع sync function في ال x و sync function في ال y طبعا sync function دي زي ما احنا شايفين كده دي مش sync وخلاص هي convolution فعلا هناخدين هنا n و m وهنا و هنا في عندنا x و y هنا في مضربين هنا او موجودين هنا بحيث يبقى شكل بتاعنا سليم طبعا هعندنا هنا summation مش integration عشان هبنعمل حاجاتها على discrete values لو عملنا integration هو فعلا كده كده الفنكشنس بقيتنا مش موجودة غير عند السامبل values دي ففعليا الكلام ده بيقولينا ايه بقى ان احنا لو عايزين نحصل او نحصل على exact recovery من السيجنال بتاعتنا محتاجين ان احنا ناخد السامبل دي ونعملها sync interpolation علشان نحصل منها على ال exact signal اللي كانت موجودة يعني بمعنى صح انا عندي دلوقتي الموجودة دي هينتجريت النقط او هجئيب النقط اللي في النص دي كsync interpolation من النقط اللي حواليها بتاعت الايه بتاعت الفنكشن بتاعتي ودي طبعا حاجة بسيطة جدا وطبعا الناس طلعت في طبعا في الليتراتشر طرق كتيرة جدا عشان تأبروكسيمات طبعا sync interpolation ده بفنكشن ثانية تبقى لها تبقى لها لو احنا بنحسب على لكمبيوتر صعب قوي ان احنا نحسب sync function ونعمل بها interpolation ففي بعض الحاجات زي مثلا أو في حاجات مثلا زي الحاجات اللي هي بقى مثلا كايزر بيسل ويندو حاجات زي كده ممكن بيها نحصل على حاجات تبقى good approximations للsync function وفي لوقت نفسه ممكن يبقى لها compact support طبعا الفكرة اساسية طبعا بتاعتنا في حاجة زي كده ان احنا نحن 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 بتاعنا في الاول خالص لازم بي ابروبيت لو مكانش ابروبيت مفيش احاجات تتكاور بتاعتنا خالص لو كان السامبل بتاعنا ابروبيت يبقى نقدر نستعمل sync interpolation عشان نحصل على الا bur Mustang اللي هي continuous space signal هي g of x and y من جي اس اللي هي sample version مننا واحدة رحية من الحاجات اللطيفة اللي ممكن نشوفها برضو في ال free domain موجودة اكشتر في كذا domain تاني هي جزء بتال uncertainty uncertainty principle دي بتقول لنا ان احنا عندنا الباندوث في التايم تايمز الباندوث في الفريقونسي عادة بيبقى اه لو كونسطنط معين او لو مسلا يعني او ابر باوند معين وهو نفسه لبارتكولا ترانسفوميشن بيبقى كونسطنط او بارتكولا فونكشن بيبقى كونسطنط فبنكلم على الاساس باندوث برودكت ده يعطب الميجور في كمبلكسي للسيسم بتاعنا والكواليتي بتاعت الاوبتيكال السيسم عادة بتتعرف ان هي عبارة عن ام بتساوي ستتاشر ال اكس ال واي بي اكس بي واي طبعا نحن نتكلم على الستاشر دي جايه من كل واحدة من دول اتنين ده عبارة عن الباندوث في ال اكس ده عبارة عن الباندوث في ال واي ده عبارة عن الباندوث في ال اف اكس ده عبارة عن الباندوث في الايه في ال اف واي يعني اتنين ال اكس في اتنين ال واي في اتنين بي اكس في اتنين بي واي ده يدينا الباندوث في الاساس تايمز الباندوث في الاساس في الاساس في الاساس في الاساس طبعاً بيبقى واحدة من الحالات الخاصة جداً اللي احنا بنشوفها ان البرودك دوت لهو اعلى يعني الابر باون بتاع مش ممكن يزيد عنه ان هو عبارة عن فور باي سكوار ده بيبقى موجود بس الجاوسيون فونكشن طبعاً دي ايديال جاوسيون فونكشن صبعاً دي احنا عارفين من ماس انفينيتي انفينيتي فعاداً اي فونكشن تانية معياش برضو زي الجاوسيون محدودة حتى لو جاوسيون فونكشن بس الكمباكت سبورت هنلاقي ان هي ما بتحققاش الفور باي سكوار دي تبقى قل منها فنبقى عارفين لها ابر باوند ونبقى عارفين ان احنا نقدر نعرف كل ما كبرنا الام اللي هي عبارة عن سبيس بان دوت البرودك بتاعنا دوت كل ما كان معناه ان القولة بتاع السيسم بتاعنا بقت ا احسن نبتبقى اني على جزء تاني هو الجزء بتاع البيسيكس دي الحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جداً اللي بنقدر نوصل بها لبعض الكونكلوجينز كده بالنسبة للفيلد نقدر نحسيبه ازاي مسلا وده مهم جداً في حاجة الالتراساوند اماجينج او نقدر نحسب ماجر نقدر نقيم به الاماجينج سيسم بتاعنا هل الكواليتي بتاعته عالية ولا الكواليتي بتاعته ما هيش قده كده وممكن احنا نقدر نعمل ايباليويشن ماجر كده نقدر نقيم بها او نقارن بها اماجينج سيسم's وبما بعض ففي الاول خاص دازم نبقى عارفين الرفراجشن ما هوش حاجة يعني جاية مسلاً من الرفراجشن ما هوش يعني طبع ما فيه تغيير في الـ direction بتاع الـ light او الـ direction بتاع الـ wave عموماً وـ direction دوت تغيير دوت ما ببقاش نتيجه الـ refراجشن ما بقاش مثلاً مسلاً يجال انكسار مثلا نتيجه التغير الـ optical properties في 2 media او الـ properties عموماً يعني 2 media ومهواش يعني نقدر نقول عليه ان هو برضو بنمبرا ده اللي هو بنتكلم على ان احنا عندنا لو في عندنا بنهول كده وعندنا هنا في اكستندد سورس هيبقى في عندنا برضو ناحية تانية حاجة شكلها كبير كده يعني متوقعين سينجل سورس او يعني في عندنا بنهول كده عندنا فاتحة برا عن خورم صغير موجود في يعني حاجة كبيرة كده بتبقى اوبيك متوقعين يبقى في بس مجرد ضوء صغير يطلع كده لا بيطلع لنا ضوء اكبر شوية بس البنمبرا افاكت اللي بيطلع هنا دوت ما هواش اكشوري يعتبر دفراكشن دفراكشن كدفينيشن بقى هو اني دفينيشن of light rays from rectilinear path which cannot be interpreted as reflection or refraction اوكي فمعنى كده ان احنا ما ندارش ان احنا نقول ان هو جاي اساسا من الفيزيكال افاكت بقى الرفراكشن او الرفلاكشن او البنمبرا او الحاجات اللي ازاي كده ففعليا نحن نتكلم على حاجة مختلفة شوية وحاجة بتنشئ نتيجة للبروباجيشن يعني كل ما اللوي بتاعتها بتتحرك كل ما بيحصل تغيير نتيجة لكده وطبعا من الحاجات اللي ممكن نشوفها كامثالة لكده ان انا لو عندي مثلا بطارية او لحاجة وبصلت البطارية دي على حاجة قريبة بلاقي ان الضوب بتاع البطارية بقى حجمه صغير يعني حجم الضوب نفسها والبقعة بتاع ده الدوب نفسها بتبقى صغيرة كل ما بقى بعد البطارية عن الحاجة اللي قدامي بلاقي ان شكل الاسباط نفسها بتديد او بتكبر فدلوقتي لو احنا بنتكلم كده على شكل البطارية نفسها وازاي اللاي بيطلع بالشكل ده طبعا بيبقى يعني مادرش نحن نفسرها بس بمجرد ان احنا عندنا الدوب ده طالع بشكل مثلا كون ولا كده لا مش شرط يبقى طالع بشكل كون يعني ممكن يبقى طالع بشكل مش شكله مخروطي يعني شكله حاجة مختلفة ممكن يبقى طالع بشكل عادي خالص من اللمبة بتاعتنا وستيل برضو يبقى الفاكت ده موجود فباسيكلي يعني هنكلم عن حاجة مختلفة شوية وهي الاساس اكشويا احنا بنفكر مثلا عندنا التراسوند كريستلز مثلا بتاعمل عايزين عارف الفيلد طاعة بيوصل بعمل ازاي قوة اللي بيفسرهنا فعلا هو diffraction theory من اول الثيوريز اللي الناس فكرت فيها علشان تكسبرس الدفرقشن ده حاجة تبقى اتراكتبل وتقدر الناس تحسب بها حاجات كان الهيجنز theory of light هو بيعتبر ان ال light sources كلها ممكن تبقى اكسبرس as a summation of point sources سواء كان عندنا extended sources of light او عندنا مثلا point source point source ده حتى بيبقى عنده ال wave front اللي هي primary wave front تاعتني ممكن اعتبر ان كل واحدة من نقطة ال wave front دي تتعطي عبر secondary source secondary point source وقدر احسب منها بعد كده secondary wavelets موجودة في light كده بحيث ان انا ده راح احسب اللي بعديها يبقى عامل ازاي وافضل ماشي بقى بنفس الشكل ده كده ده الحقيقة بيفسر لي حاجات ان ممكن ان ضوء يوصل في اماكن صعب جدا ان انا الاقي optical path يوصلني من المكان اماكن دي للا ايه لل original light source فبسيط كان بسيط جدا وممكن احنا احنا اكسوري لو بنعمل simulation ممكن احنا اعمل simulation ممكن احنا نعمل simulation الي ايه للهوجينز theory دي في منطقة البساطة احنا اعتبر ان كل point source بيطلع spherical wave والspherical wave دي بيبقى عارفين طبعا ان هي بتتحرك بصورة الضوء وتهرب طبعا حسب صورة الضوء او صورة الساون طبعا حسب نكلم على ايه ونحسب بقى لكل واحدة من النقط اللي موجودة على السورس دي نحسب لها بالزبط يعني هي هتروح بالزبط في المكان اللي انا عايز احسابه هتوصل لنا عاملة ازاي وجمع بقى كل بقى سميشن بتاع الوافرانس اللي جاية لي من كل البوينت سورس بتاعتي وفي الاخر اطلع بقى في الاخر شكل الديفركشن باترن يبقى اعمل ازاي فيه الحقيقة عدد من الميجور كده خلت ناس تفكر في بعض القضايا اللي هي يعني كانت من الصعب الناس يتخيلها قبل كده يعني اول حاجة يونج عمل حاجة اسمها انترفيرنس انترفيرنس دي معناها انها دلوقتي عندي تو ويفز وتو ويفز لطي ممكن ان هما يعملوا مع بعضيهم حاجة زي انترفيرنس باترن كده او يتجمعوا مع بعض بشكل معين اوكي ويطلعوا له شكل مختلف فدي واحدة من الحاجات اللي خلت الناس يشوف حاجة غريبة جدا انه لايت كان ادتو دوركنس يعني يعني انا ممكن يبقى في عندي يعني تو سورس اوف لايت وتو سورس اوف لايت دول تطلعوا له انترفيرنس باترن يبقى في اجزاء سودة او اجزاء تطور دورك فدي حاجة يعني غريبة جدا طبعا في وقتها لما الناس شافتها لان ما كانش في حاجة منطقية تفصر لهم ساعتها وما كانش فيه ثيرو يتفصر لهم ازاي يبقى في عندي تو لايت صورس يتجمعوا للحاجة مفيهاش ضوء الحقيقة بعدا كده في اعمل الى اعمل حاجة اسمها وايفلت انترفيرنس ان البرائت spot at the centre of the shadow of an opaque disk يعني بتبقى برضو مش صعب جدا تفسيرها الحقيقة يعني انا دلوقتي لو جبت حلقة لو جبت ضوء بارا عن حلقة اوكي يعني هنلاقي الشكل الضوء بتاعها هيبقى عبارة عن نقطة منورة في النص ما هيش شكلها حلقة شكل ضوء نفسه الشادو بتاع الجزء ده او الجزء اللي هو بيطلع بتاع السورس عبارة عن حلقة في النص مضلم بيطلع لنا شكل منور في النص فديد بيسميها البواصان سبوت بيبقى عندنا شكل الانترفيرنس باترن مختلف يعني متخيلين لما يكونى عندحنا لدينا شكل شكلا International عبارة عن عبارة عن حلقة يعني شكله غرية أبيعية تقايب معنات substance احيانات مشكلات ويطلع كله التقايبه تستعمل بقى الإكويجن زي وتعمل حاجة اسماية ريالي سومورفيل دفركشن ثيوري على اساس تتحاول تحسب بقى الشكل الفيل دي بعمل ازاي بشكل ايه بشكل ايه بشكل اضاق شوية علشان نبسط على نفسينا الحساب بتاع الفيلد ممكن نحط شوات أسومشن كده باوت الميديم اللي ماشي فيه الويف بتاعتنا ان هو يكون لينير ايضو تروبك يعني معنى كده ما قالوش direction or polarization ما بيفرقش الdireكشن ماشي ازاي يعني كل الdireكشن زي بعض ان يكون هوموجينيس يعني البرميتيفتي بتاعته في كل حتة زي بعض ونم ديسبيرسيب معنى كده يعني فعليه ما بيتغيرش مع الوايف لانت البرميتيفتي بتاعتنا ما بيتغيرش مع الوايف لانت يعني نفس البرميتيفتي ملاقيه في كل الوايف لانت او ان احنا بمعنى صح ممكن ان هو هيكون non dispersive with respect to a particular wave ان هي تكون الرينجي تاعت الوايف لانتها زغير كفاية ان يكون البرميتيفتي almost independent of wavelengths فلو احنا عندنا الميديم بتاعنا دوت بيحقق الكلام ده ممكن نتكلم بقى على حاجه بنسميها Scalar diffraction theory فالscalar wave equations بقى اللي هي اساس Scalar diffraction theory بتبسط لنا الدنيا خالص بقى اللي احنا منلاقي فيها الـ equation بتاعت الـ electrical field والـ equation بتاعته الـ magnetic field الاتنين زي بعض بالظبط ففعليا انا ممكن اختصر الاثنين دول في حاجه واحده ويبقى فيها عندي اي برامتر بقى هنا اسميه whatever بقى اسمه ايه ممكن اسميه U مثلا يعني عبارة عن U ده عبارة عن الـ pressure بتاعي يعني اللي هو position بتاعي function of pressure و time وممكن الـ equation واحده بس توصف لنا كل الـ equations فبالتالي انا هنا ممكن ان انا ابسط على نفسي ان هيبقى عندي equation واحده بس احلها وان partial differential equation ويبقى هي دي بس اللي عندي احلها وبس كده ولو احتاجت بعد كده احسب اي واحدة من electrical او magnetic field بيبقى بمتال بساطة هم الاتنين زي بعض مفيش اي اختلاف فيهم خالص الحقيقة scalar theory دي valid لما يكون عندنا aperture بتاعتنا large compared to the wavelength يعني عندنا source بتاعي ده كبير بالنسبة الـ wavelength بيساوي كامل فالحقيقة دي شبيهة شوية نحن لما كنا نتكلم على lumped circuit components لما نتكلم على resistance وcapacitance والحاجات دي كلها كلها تابعا من الـ R هي عبارة عن resistance بس والـ C عبارة عن C بس وهكذا كنا نتكلم على parameter circuit بتكلم ان حاجة لها certain value وخلاص يعني certain component وخلاص طبعا الحاجة الحقيقية ان احنا بتكلم على distributed parameter circuit منتكلم على الحاجات ممكن يبقى فيها length بتاع resistance ممكن يفرق معايا فده الـ condition اللي هو اللي كنا نتكلم عليه دلوقتي حالا دوت ان هو الـ aperture is large enough هو لـ lumped circuit components نفس الـ condition هو هو بحيث ان احنا نقدر برضو نبسط الدنيا على نفسينا في زي ما بسطنا في circuits كده بنبسط برضو على نفسينا في الجزء بتاع السكيلر diffraction theory والحقيقة برضو الـ condition التاني برضو اللي هو عشان يبقى فيه السكيلر 3D valid ان احنا الـ observations بتاعتنا are sufficiently far away from the aperture طبعا احنا نتكلم far ومتكلم small وlarge in terms of the wavelength فبنتكلم برضو نحنا نتكلم على many wavelengths طبعا الـ wavelength عندنا في medical imaging الحقيقة بتبقى صغيرة فبنسبة لنا المسافات دي بتبقى فعليا ما هيش مسافات شاسعية مسافات صغيرة بيكلم على سنتيمتر ببعض الاحيان فبنتكلم على حاجات كلها practical بالنسبة للاستعمالنا ففعليا بنتكلم على scalar theory بتاع diffraction حقيقة في معظم الـ applications ممكن نعتبر ان هي متحققها ما بقاش فيها مشكلة واحدة من الحلول الحقيقة للناس لايتها ان احنا لو عملنا plugging monochromatic wave monochromatic wave معناها انها عندنا يعني عبارة عن يعني signal عبارة عن harmonic اوكي وعوضنا بيها في الـ equation بتاعتنا اللي هي scalar diffraction theory هنلاقيت علينا equation بسيطة جدا كده لا علاقة بي الايه؟ لا علاقة بال magnitude بتاع signal بتاعتنا ولا علاقة بحاجة بنسميها wave number k وبس ما فيهاش اي حاجة تعنيها ففعاليا wave number k دوا بنعرفه ان هو عبارة عن twice pi على lambda وطبعا ممكن نعرفه بدلالة طبعا ايه؟ بدلالة الـ equation بتاعت C بتساوي lambda في new ممكن نعرفه برضو بنفس الدلالة يعني بدلالة هي الـ velocity بتاعت الـ propagation بتاعت الـ wave فالـ equation دي برضو بتورينا ان احنا عندنا monochromatic waves عموما يعتبر حل بتاعتنا في منطقة البساطة او يعتبر هم نفسهم حل من حلول يعني معنى ان هي حل من الحلول معنى كده ان احنا الـ propagation بتاعنا بالنسبة لـ monochromatic wave هيبقى في منطقة البساطة بيتمشي ما بيبقاش فيها اي distortion بالنسبة للـ propagation بتاعتنا ما بتغيرش نيتشر بتاعتها بان هي يحصل لها propagation فدي واحدة من الحاجات المهمة اول اللي هنبني بعد كده عليها في الحساب بتاع diffraction بتاعنا بيساوي كام في الحقيقة واحدة من الحلولات الخاصة بتاعت الـ monochromatic waves هي plane waves plane waves هي الـ expression بتاعهم بيبقى حاجة بالشكل ده كده ده الجزء اللي هو time dependence بتاعها وده جزء الـ spatial dependence بتاعها ده ما هنعرفين طبعا لما يكون عندنا wave عشان تبقى propagating wave لازم بقى فيه عندنا expression للspace والtime بالشكل ده كده يبقى موجودين الاتين مع بعض بحيث at given time بيبقى عندي particular location بيبقى موجود فيه طبعا العلاقة دي علاقة linear اللي هنه dot product و dot product ده بيعني نحن عندنا في الاخر equation دي equation بتاع plane يعني الـ wave front بتاعي بتاع الـ wave دي بتبقى عبارة عن plane والـ plane ده بيتحرك في direction معايا متعرف بال-k vector بتاعي ده بيساوي كام ال-k vector ده عبارة عن twice pi على lambda alpha في ارتكال x زي beta في ارتكال y زي gamma في ارتكال z الـ alpha والـ beta والـ gamma هم actually حاجة بسميها direction cosines direction cosines معناها ان انا ده ال-k direction بتاعي هو ده الـ alpha بتاعتي هي cosine بتاع الـ angle D الـ beta يبارة عن cosine بتاع الـ angle D مع Y والـ gamma هي بارة عن cosine بتاع الـ angle D مع Z بمعرفة التلاتة cosines دول بقدرنا نعرف الاتجاه بتاع الـ wave بتاعتي كام او بمعنا صح ممكن اكترول الاتجاه بتاع الـ wave بتاعتي بتغيير الـ alpha والـ beta والـ gamma طبعا ما عارفين من الـ trigonometric functions نحن عندنا alpha square زى beta square زى gamma square بساعة واحد الـ direction cosines التلاتة دول التربيع بطبع بساعة واحد ده طبعا واحدة من trigonometric identity ازا احنا مفوض نكون عارفينها او ممكن احنا نلوكت اوب عند يعني في اي واحد من كتب بتاع الـ formula's بتاع trigonometric functions لو احنا بنعتبر بقى الـ plane wave دي عند Z بتساوي 0 شكلها عامل ازاي وطبعا احنا بعد كده الحقيقة في كل الاناليس بتاعنا خلينا نشيل بقى الجزء دوت معلوش اي لازمة يعني function of time ده احنا عارفين independent زى افضل موجود وعارفين احنا نتكلم على monochromatic wave فهنجلاكت ان احنا نكتب ده بس عارفين هو موجود طبعا هيتعامل بس مع الجزء اللي هو فيه spatial domain functions اللي هو ده اللي دلوقتي عايزين نعرف ويتغير ازاي مع الايه مع المسافة او مع الـ propagation فلو انا خدت الـ position بتاعي عند Z بتساوي 0 يبقى معنا كده هيبقى فيه عندي الجزء اللي هو جزء بتاع الـ x و جزء بتاع الـ y جزء بتاع الـ z ده مش هيبقى موجود هيبقى بـ 0 اوكي فألاقي عندي ان الـ equation بتاعي تطلع بتاعي شكل العامل كده j twice pi f x x f y y where f x والفا اللي تنم مربوطين بالشكل ده كده اوكي و f y وبيتا شكلهم مربوطين بالشكل ده كده طبعا الجاما نفسها لو انا حبيت احسب الجاما نفسها بتساوي كم ممكن احسبها in terms of alpha والبيتا بنفس الشكل اللي احنا ايه عارفين هو عارفين احنا alpha سكوار زال beta سكوار زال gamma سكوار بساوي 1 فمعنى كده gamma بتساوي سكوار root بتاع 1- alpha سكوار منس beta سكوار فطبعا بالشكل ده كده احنا حسبنا z عند 0 لو انا احسب z عند اي value تانية هيبقى عندي نفس الحاجة هنا مضروبه بقى في ايه مضروبه هنا في gamma يعني هيبقى في عندي gamma على twice هيبقى في عندنا حاجة شبه اللي انا كنت شفتها هنا بقى يعني مضروبه بس برا عن phase factor مقابل للz بتساوي كم يعني لو انا عندي z هنا في الر بلاده ساوي صف يبقى معنى كده ال wave دي كلها هتتأثر بي phase مضاف لها هنا معبر عن الايه عن gamma دي مضروبه في الايه في z اللي موجوده هنا دي بتساوي كم وطبعا مضروبه في twice parallel lambda فمعنى كده ان احنا بنتكلم على ان plane wave اللي هي في x و y دي هي بتمشي actually عند اي z بنفس الشكل مفيش اي اختلاف بس عند كل z بتتضرب في factor مختلف فمعنى كده ممكن اعتبر لو بتكلم على propagation بتكلم على ان هو في الاخر ال function اللي داخله بتفضل بنفس الشكل هو هو لو عندي plane wave يعني plane wave بتاعته تفضل زي ما هي بس هتتضرب بس في مجرد فاكتور تاني أو waiting factor أو eigen value مضروبه برا بحيث ان انا اقدر احسب قيمة بتاعتها في المكان اللي وصلنا دي بتساوي كم فدي مهمة جدا لان احنا دلوقتي لقينا ان plane wave هي الحاجة المقابلة للهارمونيكس اللي كانت موجودة عندنا في time domain signals فدي طبعا حاجة مهمة جدا وانا اعتمد عليها بعد كده ان احنا نعمل الاناليسي بتاعنا كله كامل عشان نعمل بقى الاناليسي دوت هناخد كل aperture عندنا لو عندي مثلا source of light أو source of waves هاخد الصورس ده احاول عمله دي composition in terms of angular spectrum angular spectrum ده عبارة عندي composition in terms of plane waves طبعا هنلاحز من الشكل اللي انا كنت توريته بتاعي شكل plane wave اللي هو حاطينا فيه fx وربطناها بالالفا هنلاقي ان احنا باسيكلي شكل for rate transformation هو فعليا هو شبه جدا شكل او معنا صح شكل complex harmonic اللي كان موجودة عندنا فيه for rate transformation شبه جدا فلو احنا عملنا for rate transformation اوكي aperture u of x and y with zero عشان ما يبقاش فيه z هلاقي ان هو عبارة عن حاجة بالشكل ده كده لو احنا خدنا بالنا دي شكل plane wave بتاعتنا شكل عامل ازاي يعني احنا عارفين شكل plane wave بتاعتنا هي عبارة عن حاجة مفس الشكل ده كده بس ال fx actually زي ما احنا كنا شفنا علاقتها بالبيتا ان الالفا بتساوي lambda في fx وبيتا بتساوي lambda في fy فمعنى كده لو انا خدت الشكل بتاعي اللي هو دوت وقوضت بيه بعد كده ان كل واحدة من دول يعني ال fx بتاعتي عبارة عن alpha على lambda وال f y يعبارة عن beta على lambda يبقى ادر اعمل دي كومبوزيشن للأبرتشير بتاعتي دي in terms of مجموعة plane waves وكل واحدة فيهم لها ايه لها constant factor مضروب فيها فطبعا دي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا لان انا دلوقتي قدرت ان انا ادي كومبوز الشكل بتاعي in terms of plane waves اللي انا عارف قريدي بتاع الشكل عامل ازاي فمهمتي بعد كده اللي انا مفروض اعمله ان انا اخد angular spectrum دوت وبدلالة بتاع كل واحدة من plane waves اللي انا قريدي عارفها زي ما كنت عارف في هارمونيكس بالزبط هقدر احصي البروباجيشن بتاع ال كل الابرشا بتاعتي هتوصلت بعملة ازاي لو احنا بصينا في definition بتاع plane wave هنلاقي ان احنا كان في عندنا term اللي هو كان موجود فيه زي دوت كان عبارة عن يعني twice pi للمدا فيه في الحاجة اللي كانت مضروف فيها اللي كانت عبارة عن الجاما بتاعتي جاما اللي هي حسبتها بعد كده هي واحد منس alpha square منس beta square فنقطة ده لما اخدت ال negative هنا انا هنا شلت الجي اللي برا في عندي هنا جي برا فباسيكلي انا عندي هنا اللي بيحصل بظلط ان انا باخد ال aperture بتاعتي او ال spectrum بمعنى صح spectrum بتاعي وال spectrum بتاعي ده بيبقى function في alpha و في beta وهضربه في حاجة هنا يعني هيبقى نفس الحاجة بالظبط اللي داخلها هي هي بظبط عند zero نفس الده ال input بتاعي مضروف في phase وال phase ده actually له علاقة بال alpha وال beta بيساوي كاما ففعليا انا هنا ضربت كل واحدة من plane waves الموجودة كل واحدة من components بتاع ال plane waves الموجودة او كل individual plane wave من اللي موجودين ضربتها في phase مقابل ال direction بتاعها direction cosine بيساوي كاما ففعليا احنا هنا نقدر نحسب بتاع البساطة لو احنا عندنا angular spectrum نقدر من angular spectrum هو ال input بتاعنا دوت بدلالة z بتاعيتنا اللي احنا عايزين نبروباكيت عندها اوكي نقدر نحسب على طول angular spectrum في المكان اللي هو من بروباكيت ال e ده بيساوي كاما يعني بقدر احسب بدلالة ال spectrum عند zero عند z بتساوي zero ال spectrum عند اي z بدلالة complex phase اللي انا بضربه فيه دوت اوكي فال phase ده زي ما احنا شايفين كده function for direction cosine و function for wavelength بتاع بيساوي كاما ممكن بقى من الكلام اللي احنا بنكلم عليه دوت نقدر نوصل لحاجة اسمها free space propagation transfer function ان احنا basically الحاجة اللي احنا بنضربها دي زي ما احنا كنا بنكلم قبل كده لما احنا بنضرب h of f x and f y يعني نعتبر ان هي دي eigen value بتاعت system بتاعتي هلاقي بقى eigen value بتاعت free space propagation transfer function هي عبارة عن الحاجة اللي كنت تسمى الكلم عليها من شوية هي عبارة عن e to the e to the minus mu z وعندي هنا الميو بتاعتي طبعا زي ما احنا عم حضرناها definition بتاعتها هو function of a function function في ال direction function of a function فباسيكلي احنا بنحسبها ان هي دايما طبعا بتبقى في ال range اللي هو بتاع f x of y اللي هو من واحد على lambda لان احنا باسيكلي لو زدنا عن كده بيبقى عندنا بناخد اكنا بناخد direction cosine اكبر من ال واحد وده مش ممكن فحاليتها ما بتبقاش propagating waves منتكلم على حاجة اسمها evanescent waves ما حللناش الحقيقة ان احنا نحسب يعني ما بيبقاش لقى propagation اصلا بال decay very quickly وما بيبقاش لقى اهمية اكشولي في الجزء بتاع ال imaging ما بيبقاش لقى اهمية في الجزء بتاع ان احنا اللي هو تعزين ال propagate وعزين نعمل imaging systems وحاجة زي كده دي ما لهاش علاقة بيه او الحقيقة فالفكرة اللي هنا بقى في الجزء دوت ان احنا حسبنا transfer function in terms of f x and f y هنحسب لو انا عندي مثلا aperture معينة احسب لها frequency spectrum بتاعها f x and f y برضو لو عندي مثلا input a مثلا هحسب لها input angular spectrum هتضربه في ال propagation transfer function انشان اطلع ال output angular spectrum بتاع بيسوي كام عايز احسب بقى ال aperture بتاعتي عايز احسب ال diffraction pattern بتاعي هنا بيسوي كام كل ما علي اعمله ان احسب ال inverse foray transformation بتاعي ده يسوي كام طبعا هناخد في اعتبارنا ان احنا العلاقة بين angular spectrum وبين ال foray transform هي العلاقة دي ان ال alpha مربوطة بال f x هي عبارة linear relationship between alpha وال f x فلو عندي f x هي فعليا ممكن اجيب منها ال alpha والعكس يعني ففي الاخر انا ببتدي ب angular spectrum بتاع ال aperture بتاعتي واشوف انا عايز ابروباجاتي لثين وعواب بقى زي بتاعتي بتاع الجزء اللي انا عايز احسب diffraction pattern عنه في الاكويجن دي واحسب منها ال transfer function اللي اضربها هنا في ال angular spectrum عشان احسب في الاخر ال angular spectrum بتاع ال output بتاع بيسوي كام طبعا الطريقة دي ضريقة ضريفة جدا بكل حاجة بس طبعا هذين approximations اكتر شوية عشان تقدر توريه لنا الدنيا هتطلع عاملة ازاي انا ال transfer function مبتدينيش insight ان انا دلوقتي لما يكون عندي الشكل الفلاني في ال input هتطلع للشكل الفلاني في ال output عاملة ازاي لازم اعمل الحسابات وفي الاخر اطلع ال exact solution بتاعي عاملة ازاي ففي بعض ال approximations بتطلعنا الحقيقة بعض النتاج اللي شكلها لطيف وشكلها بيبقى بيدينا insight على النتيجة مفروض تبقى عاملة ازاي فبتبقى مفيدة بالنسبة لنا ان هي نقدر بيها الحقيقة نطلع estimates كده بتبقى very quickly يعني بسرعة جديدة يعني وما بيبقاش بعيدة عن الحاجة المظبوطة يعني فلو احنا بصينا على term اللي موجود في ال phase هنلاقي ان هو term ده عبارة عن square root of lambda fx square minus lambda fy squared لو احنا عندنا اعملنا على الصامش الحاجة اسمها paraxial approximation او near field approximation بيبقى عندنا فعليا الاتنين دول صغيرين اوى relative للواحد اوكي يعني بناخد الكلام ده نده من expansion لل term دوت او square root دوت in terms of binomial theorem ان هو برا عن ده عبارة عن القرص ده كله اصنص يبقى معنى كده بيساوي 1 minus الكلام ده 1 minus x بتبقى 1 minus x وخلاص فمعنى كده ان دي ممكن نعملها approximation انها بتساوي كده على طول وخلاص فلو احنا عوضنا بيها بالشكل ده كده هنلاقي ان احنا عندنا الاتنينة اللي هي transfer function بتاعتنا يبقى شكلها ابسط شوية شكلها ان احنا مجرب بنضرب حاجة يعني برا عن linear phase مضروب في حاجة شكلها quadratic phase بالشكل احنا شايفينه دوت ففعليا احنا يعني بناخد spectrum بتاعنا واضربه quadratic phase وبعد كده بنقدر نطلع منه برده بايه ببرده بال angular spectrum اللي موجود في الناحية التانية اللي هو موجود في diffraction pattern ونقدر منه برده نجيب diffraction pattern في ال special domain اعمل ازاي بس اللي اضرب من كده الحقيقة برده ان احنا نقدر نحصل بقى في الحالات دي الايه؟ H of x and y اللي هي ال impulse response اللي هو inverse for ray transformation بتاع H capital of fx and fy فطبعا دي عندنا حاجة شكلها Gaussian function فبطبعا احنا تاني برضه حاجة شكلها Gaussian function Gaussian phase و linear phase ده في الاخر برضه بيبقى يعني بفيقش كتير حقيقة بالنسبة لل اللي هنا عشان طبعا فيش فيه fx و fy فيطلع زي ما هو فبيطالنا في الاخر pattern كده انه هو impulse response بتاعتنا عبارة عن يعني Gaussian phase بيبقى في الاخر اللي انا عايز احسب بقى propagation بتاعي عامل ازاي بconvolve H small of x and y دوت مع الباترن بتاعي ده عشان طلع diffraction pattern اعمل ازاي طبعا ده ممكن يكون شكل لطيب جدا ممكن يسمح لي ان احنا نحسب حاجات في ال special domain مباشرة مش محتاجين احنا نروح ال frequency domain بس اكشولي يعني برضه ستيل مش سهل كفاية عشان يديني انسايت للحاجة نفسها اللي انا متوقعها هتطلع هتطلع عامل ازاي لما اجا اقول مثلا انا عندي function شكلها rectangular function وعملها convulsion مع pattern شكل عامل كده يعني اصابة بالنسبة للحقيقة ان انا تخيل الشكل اللي طالع هتطلع عامل ازاي فخليها بقى نعمل approximation زيادة يعني بحيث ان احنا نحاول نحن نحسب حاجة بقى تبقى ايه على طول مجرد بس ان انا اعرف شكل pattern اعمل ازاي اعبقى متوقع شكل diffraction هتطلع عامل ازاي الحقيقة الحاجة اللي بتعملينا approximation دوت هي front hover approximation front hover approximation far field approximation لان احنا بنassume نزيل احنا بنحسب عندها اكتر بكتير قوي من extent بتاع aperture بتاعتي يعني ده size بتاع aperture بتاعتي لو انا عندي source اصغر بكتير من distance بتاع propagation بقدر اعتبر ان far field approximation ده مزبوط ده عشان اتخيله يعني ده في ultrasound ممكن اعتبر ان احنا على بعد 2 سنتي ولا حاجة على بعد 3 سنتي ممكن far field approximation ده يبقى مزبوط يعني ممكن اعتبر ان هو يعني مش بعيد عن ان اكون فعلا exact ده بيقولنا حاجة عند بتاعي نقدر نسيبه الفورمولا دي والفورمولا دي لو بصينا عليها كده عبارة عن pattern اللي عندي في ال input بتاعي مضروف حاجة عبارة عن linear phase في x و في y و في او والشكل ده كله كده عبارة عن حاجة زي foray transformation لل aperture بتاعتي والكلام ده في الاخر مضروف في برا في حاجة زي quadratic phase برا quadratic phase term هنا برا اوكي فببساطة جديدة احنا ممكن اني لاي ان الماجينتود بتاع الفيلد بتاعي على طول في far field approximation أو front hover approximation عبارة عن foray transformation بتاع ال aperture يعني بمعنى ان انا لو انا دلوقتي قلت ان السورس بتاعي شكله rect 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 of x times rect of y يبقى هيطلع لي diffraction pattern بتاعي على طول مباشرة sink of fx في sink of fy فطبعا دي بالنسبالي حاجة مفيدة جدا لانها على طول ممكن بدلالة foray transformation قادرة تخيل على طول شكل diffraction pattern هيبقى عامل ازاي وده طبعا ال approximation في غاية الاهمية و very practical حقيقة ونلاقى ان في ultra sound بالذات الناس بيتامد عليه في حاجات كتيرة جدا بالنسبة لل design بتاع على سبيل المثال لو انا خدت زي ما اقول rectangle aperture بلاقى ان pattern بتاعي عبارة عن sink يعني sink في تجال x في تجال y طبعا في النص هنا بيبقى الاثنين طبعا مضوعين في بعض فيها اشكال مختلفة بس عاملتها لقى ان شكل sync هنا واضح جدا شكل sync هنا واضح جدا circular aperture زي ما احنا عارفين ال foray transform بتاعها عبارة عن jink function من 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 الشكل بتاعها اللي هو ال foray transform ونحكلمنا عليه هنلاقى ان الشكل بتاعنا عبارة عن حاجة شكلها عبارة عن دايرة في النص حاجة شبه sync كده بس circular symmetric فطبعا هنلاقى ان احنا في الحالتين دول احنا مجرد بس ان هيبقى عندنا الشكل موجود بنبص على ال foray transform نتخال على طول مباشرة شكل شكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي وطبعا زي ما احنا شوفنا كده في ال equations هنلاقى z بتاعاتنا موجودة فيها هنلاقى ان شكل pattern نفسه ما بيتغيرش بس اللي بيحصل بيحصل له حاجة زي scaling يعني كل اللي بيحصل pattern في different depth ان هو pattern نفسه بيطلق نفس الشكل بتاعه بس بيطلق expanded شوية يعني بيوسع شوية يعني بدلا ما كان عندي اللي هنا مثلا ال weight دوت مسلا فرضا سنتي مسلا ممكن بسا بعد distance بقى 2 سنتي وبعد شوية بقى 3 سنتي وهكذا بس نفس pattern هو هو موجود فطبعا بيبقى سهل جدا بالنسبة لنا ان احنا نتخيل شكل field بتاعنا ونبقى عارفين ان هو يتغير زي ما depth ان هو مغرب بس scaling لنفس pattern هو هو بعد ما اتكلمنا على الجوزة بتاع fraction ممكن بتاع نبني generalized model imaging systems عموما فعمتا ممكن احنا ادابت حاجة زي black box approach كده بحيس ان هي بقى عندنا system بتاعنا processing اللي بيحصل فيه كله يبقى black box كده بيقى في عندنا ال object بتاعنا بيخش جوا من entrance pupil يعني من فتحة كده بتاعت دخول وبعد كده بيخرج من فتحة خروج من black box ده وفي الاخر بي propagate عشان يوصل للصورة في مكان معين هنا طبعا هم نتكلم مثلا لو كلم على كاميرا مثلا ممكن نتخيل ده ال object اللي بنصوره وده هنا مثلا الفيلم او والسنسور بتاعتنا اللي موجودة هنا وده الاوبتيكس اللي موجودة عندنا لما بكلم على مثلا imaging system مموحا اي imaging system مثلا ال ultrasound نفس الكلام برضو ممكن نعتبر نفس الحاجة دي بتكون موجودة فعامتا ممكن نحنا نسهل نفسينا جدا نحنا نفكر في الفكرة دي لان احنا ممكن black box approach ده يدينا بعض ال insight على ازاي احنا نعرف system بتاعنا ده هشتغل ازاي طبعا ال propagation من هنا ال هنا وال propagation من هنا ال هنا دوت ده خلاص احنا شوفنا ازاي ممكن نحسيبه وممكن على فكرة انا اعتبر على طول ان front hover application بتاعنا موجود ففعالية ممكن اعتبر ان الحاجة اللي داخله في ال entrance pupil انا ممكن تبقى عبارة عن frequency spectrum بتاع هنا بتاع ال aperture بتاع الموجودة اللي هي ال object بتاعنا موجود هنا دوت وان الحاجة اللي موجودة هنا هيطلع علينا برضو transformation بتاعها موجود هنا طبعا لو اتخيلت ان انا عندي هنا هنا فيه filter والفيلتر دوت بي اكت على transformation ممكن يتخيل بمنطقة البساطة ال black box ده ممكن يعمل ايه طبعا يعني ممكن نتخيل برضو entrance pupil بتاعتنا دي وال exit pupil دول ممكن هما يكونوا نفس الحاجة او ممكن يكونوا مختلفين دي مش هتفرق يعني ممكن يكون حسب ال black box ده ممكن يبقى design ازاي بس عمتا ممكن نشوف يعني equivalent او حاجة زي similarity between الحاجة اللي بتكلم عليها هنا في ال imaging system دوت والفكرة بسيطة جدا بتاعت اللي موجودة عندنا في ال one dimensional signals ان انا باخد السيجنال بتاعي في ال foray transformation وبعمل عليها ال processing في ال foray transformation اغير ال frequency content بتاعه وبعد كده ارجع تاني بيها ال time domain طبعا هنا نفس الحاجة بتحصل ان انا عندي ال foray transformation بقى المرة دي مش بيحصل لي ان انا بقى apply ال foray transformation على السيجنال بتاعتي اللي هنا ليه ده هو بيحصل لي اصلا من propagation وبعد كده ال inverse بيحصل لي برضو من ال foray transformation التاني بتاعي اللي بيحصل لي ايه في ال propagation طبعا خلينا عارفين احنا لو حسبنا foray transformation مرتين بيطلع عليها نفس السيجنال بس inverted فهي في الاخر ممكن اعتبر ان هي طريقة برضو نحصل بيها على السيجنال بتاعتي بس ايه بس تبقى يعني بدلا ما احسب inverse بحسب foray transformation تاني ويطلع لنفس السيجنال inverted بتبقى still برضو اوكي بالنسبة لي بالنسبة لل imaging system بتاعي ما تبقاش فيها مشكلة انا اطلع الصورة مقلوبة ممكن بعد كده في ال display او في اي حاجة ممكن انا رجعها للشكل المزبوط بتاعها ففعليا ال foray transformation بيحصل من ال propagation هنا وال foray transformation التاني اللي بيحصل في ال propagation بيطلع لنا في الاخر الصورة هنا بعد ما حصل لها processing بقى بيننا غير frequency content بتاعها في ال black box دوت فممكن احنا نبص على السيسم بتاعنا دوت ان هو limited بحكتين ال entrance pupil وال exit pupil اللي بتوعي دول طبعا انا بكلم مثلا زي ما يعني عشان ممكن ناخد المثال اللي هو يبقى قرب لنا شوية المثال بتاع الكاميرا ده عبارة عن فتحة العدسة بتاع الكاميرا وطبعا ممكن حد يتساءل مثلا يعني الوقتي لما بي واحد مثلا نشوف كاميرا بتاع professional photographer مثلا زي الناس بتاع الصحافة بيشوف كاميرا فتحة العدسة كبيرة قوي ولما واحد فينا مثلا بيستعمل بيلاقي ان فتحة العدسة بتاعها صغيرة قوي ايه الفرق بين الاثنين ضوء اللي داخل او بتليمت الاسبكترم للجزء دوت فانا فعلا بعمل اكيني بعمل lupus filtration الاسبكترم بتاع الوبجيك بتاعي يعني بسايز او بفلتر سايز عبارة عن الفتحة العدسة التعتي بتساوي كاميرا او بيسيكلي الابرشر دي اللي هي بتسمح لي انها تخش اللي هي تدخلي هنا الاسبكترم يعني حجمها قد ايه الاسبكترم نفسه طبعا كل ما انا استعملت فتحة اكبر كل ما سامحيت ان يبقى فيها عندي ديتيلز اكتر موجودة فعشان كده منلاقي ان الصغر بتطلع لنا من موبايل كاميرا ما بيطلاش كوائد فتحة عالية زي الاكشوال كاميرا زي ديشتر كاميرا زي العدسة فتحة اكبر شوية او البروفيشنال كاميرا اللي هي الحاجات الكبيرة بقى اللي هي البروفيشنال كاميرا دي بيبقى طبعا الابرش فتحة اكبر واكبر وبالتالي بتدينينا ريزولوشن اعلى بكتير قوي من اللي تقدر تدها لنا الكاميرات الصغيرة اللي هي موجودة في الموبايل ديفايس فطبعا اليميتيشن طبعا ممكن يكون جاي من هنا ممكن يكون جاي من هنا يعني ممكن يكون هنا الفتحة كبيرة بس هنا الفتحة صغيرة وفي الاخر يبقى يعني يبقى في عندنا مشكلة ان باوردو الميتيشن جاينا من هنا ان الاسبكترم ده لازم يتنقل من خلال الاتنين دول عشان يطلع بعد كده يكون لي الصورة في الاخر فالاتنين دول طبعا مهم جدا ان هما يكونوا اكبر ما يمكن عشان يسمحولنا ان الريزولوشن بتاعتنا تبقى اعلى ما يمكن ويبقى الفريكوانسي كونتنت اللي بتعامل معها جوه البلاك بوكس ده يبقى اكبر ما يمكن في الحقيقة بالنسبة الامجكسيستم اللي بتكلم عليه ده في حالة الكوهيرنت امجكسيستم اللي انا بتكلم عن عندي منوكروماتيك ويه ممكن في المنطقة البساطة نوصفه بشكل ال truthful transfer function بسميه amplitude transfer function amplitude transfer function ده بياخد ال input بتاعي ويعرف output بتاعي in terms of multiplication ده بين ال spectrum input possibilities هي اعبارة عن transfer function لو انا مجرد بس ان زي الكاميرا كده بيبقى البيوبل بتاعت الكاميرا او العدسة نفسها اللي هي بدي تخلي الضوء للورا اللي هو جزء بتاعتها للسنسورز هي دي بس الحاجة اللي موجودة هيبقى معنى كده ممكن انا اعتبر ان الاتش اف اكس اف اف اي هي عبارة عن فونكشن اف اكس اف اي عبارة عن البيوبل فونكشن بتاعتي حجمها اديه ودي في الاخر بيبقى شكلها مورو لاس شكل لو باس فلتر فمعنى كده ان هي فعليا حسب الحجم بتاعها بتحددلي الديتيلز اللي موجودة عندي في الصورة بتسوي كامل على سبيل المثال لو احنا اخدنا البيوبل فونكشن بتاعيتنا عبارة عن ريكت تايمز ركت يعني عبارة عن ريكتانجل فونكشن بالشكله ده كده هيطلع لنا البيوبل فونكشن بتاعيتنا حاجة بالشكله ده كده بالظبط فيطلع لنا الامبتو تايمز ركتانجل فونكشن بتاعيتنا عبارة عن ريكت فونكشن فركت فونكشن اف اكس اف اكس دي بضربها زي ما احنا شايفين كان شكلها لو باس فلتر فعلا لو ضربتها في الاف اكس اف اي يعني في الاف اكس اف اي دومين او الاسبكترم بتاع الامبوت ابرتر بتاعتي هتورنى ان الحاجة اللي طلع منه فعلا هي عبارة عن لو باس فلتر د Will Gos Ан من الامبوت وكذلك الحال بالنسبة ل Leah هنبقى بتاعي بالنسبة للأمبوت سبكترم في الاخر باحصل على صورة بتاعتى او من الصورة الحقيقية الموجودة عندي قدام الامبوت جيسلي في الحقيقة الكلام اللي احنا كلمنا عليه بالنسبة للامبيديو ترانسف فونشن دوت ده فالد بس للكوهيراند سيستمز اللي بتكلم على مونو كروماتيك ويفز عموما يعني بتكلم على حاجة لها سيرتون ويفلاند وخلاص عادة في الواقع بالتعامل مع حاجات بتبقى انكوهيراند ايميجي سيستمز زي ما بتكلم حتى في الفوتوغرافيك ايميجي بتكلم مثلا في حاجة كتيرة تانية بعدها ما بتوقع ان الوافز الجائلة ما بتبقاش كلها سينجل ويفلاند فالحقيقة بنتكلم على ان في الوضع بتاع الانكوهيراند سيستمز زي ممكن نوصل لفورمولا بالشك ده كده بالنسبة لانتنسي كونفوليوشن انتجرال بدلا ما كان عندنا كونفوليوشن انتجرال عادي بقى عندنا انتنسي كونفوليوشن انتجرال بقى عندنا حاجة يعني مختلفة شوية عن الشكل اللي احنا شفناها قبل كده مقابلة للسكوير بتاع الامبالس رسبونس بتاع الكوهيراند سيستمز ففي الاخر ن نقدر نوصل برضو لنفس الفورم اللي شفناها قبل كده برضو باستعمالك يعني برضو دي ستيل برضو بتعتبر الكونفوليوشن انها حتى لو فيها سكوير برضو ستيل ده كونفوليوشن انتجرال فنقدر نطلع لحاجة هنا بيبقى فيها برضو عبارة حاجة ترانسف فونكشن برضو مضروبة في الامبوت سباكترون بتاعنا والحقيقة بنلاقي ان الحاجة اللي بنسميها هي ترانسف فونكشن موجودة هنا دي بنسميها الابتيكال ترانسف فونكشن دي ممكن نسبة ان هي عبارة ترانسف فونكشن دي حاجة مهمة جدا حقيقة بنشوفها كسبسيفيكيشن لبعض الحاجات اللي زي مثلا سي تي يعني متخيلين سي تي مالهاش علاقة خالص بال 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 يعني ما بنعملش مثلا امجينج بلايت وحاجات زي كده ولا فيه فوتوغرافيك يعني يعني سيستم مثلا ولا فيه اوبتيكس ولا حاجات زي كده بس في الاخر بنلاقي ان فعلا ممكن نوصف بيها اي امجيك سيستم تاني مش شرط بس الحاجات اللي احنا نبقى متخيلينة زي الكاميرا او كده فبنلاقي ان احنا عندنا الجزء بتاع الموجودة ترانسف فونكشن دوت له فاليو كبيرة جدا عشان تدينا برضو يعني احساس بان السيستم بتاعنا دوت الريزولوشن بتاعته ليه ده الريصالات بقى ديه عشان نشوف الكلام ده بشكل اوضح شوية نبس نشوف بقى امثلة عليه نشوف يعني بتفري ازاي مع ديفرنت اكسبريشنز لليه للبيوبيل فونكشن. عشان برضو ننفاسايز الموضوع ده تاني ناخد بقى لنا كويس قوي ان الاوبتيكال ترانسف فونكشن بتاعتنا اللي هي اه اللي هي اله اف اكس اف واي هي اكشولي في الاخر بنشوفها ان هي عبدا عبارة عن normalize auto correlation function of the amplitude transfer function يعني الOTF يعبارة عن normalize auto correlation بتاع الATF اوكي زي ما احنا شايفين كده عبارة عن احنا بنكلم على correlation function واسمينا على الماجن تيوب بتاعها على الانلجي بتاعاتها بتساوي كام ففي الاخر احنا فعلا بنحسب حاجة normalize بالنسبة ليه بالنسبة ليه بالنسبة ليه الاوبتيكال ترانسف فونكشن. ففعليا لو احنا عندنا على سبيل المثال يعني عندنا aperture او pupil function شكلها عبارة عن rectangle اللي هي reactive rectangle اللي كنا نكلم عليها من شوية. هي actually بتروح لنا في optical transfer function وتلقا لنا عبارة عن smarter priority in triangular function Code. لنا لو تم نكون نكون convolvedتين دول مع بعض اينا متخيلينها عندنا triangle في triangle في triangle الاعمال بمشيهها في الاتجاه ده كده يطلقي triangle لو مشيه في الاتجاه ده هو vertical ثلقي triangle. في طلع لي حاجة شكلها عبارة عن�� triangular function في triangular function. لو عندي حاجة circle في بالشكل ده كده برضو بتطلق لي حاجه شكلها عباره عن confusion برضو شكل برضو برضو circular symmetric بالشكل ده كده وبنلاحز ان هو برضو ده مختلف تماما عن الشكل اللي هو اللي احنا كنا شايفينه في الايه في الاول خاصة اما كان عندنا واحدة بس من دول لما كنا بتكلم ATF عباره عن واحدة بس من دول يعني كل واحدة من دول يعني شكل اللي هو rectangular ده ده عباره عن ATF الشكل ده كده هو ده عباره عن ايه optical transfer function نفس الكلام circle circle دي برضو هو هي الATF الشكل دوت هو الOTF بتسوي لو خدت بقى الشكل اللي هو اللي عندي هنا دوت وخدت الabsolute value بتاعته هلاقي شكله عامل كده بالمنظر ده كده الشكل ده كده هو الabsolute value بتاعته دي هي عباره عن ال modulation transfer function بتاعتنا بتسوي كم دي اكشوري اللي انا بسيط عليها كده بتديني bandwidth محدد ممكن نحسب منها bandwidth محدد يعني ممكن اقول مثلا ال 3db bandwidth بساعت كم يعني عند point five اشوف الدنيا بتساعت كم او عند point one دي حسب بقى definition بتاعها يعني في المداري التنامي بتعامل معاها بس في الاخر او قد رحسب منها يعني certain bandwidth كده او قد رحسب منها في الاخر يعني حاجة تدللني عن resolution بتاعت السيسم بتاعته يعمل ازاي او كmeasure للresolution بتاعته يتبقى عاملة ازاي كل ما طبعا الband width بتاعها كل ما زاد كل ما كان طبعا بالنسبة لي السيسم بتاعي دوت الفايداليتي بتاعته والresolution بتاعته تبقى اعلى على سبيل المسال الحقيقة ممكن نحسب ال MTF او نتكلم على MTF في الكمبيت التموغرافي اللي هو CT فباسيكلي في ال MTF بالنسبة لل CT بديفين frequency domain relationship between the original and reconstructed image in the presence of noise and determine the ability of the scanner to capture rapidly changing attenuation coefficients in the object يعني بتكلم على ان انا لو فيها تفاصيل وفيها تغييرات صغيرة يعني تغييرات سريعة في ال attenuation ال attenuation دي الصورة بتاعت ال CT عمت بتجيبلينا attenuation فلو فيه تغييرات سريعة في ال attenuation نقدر نكابشورت لو كان عندنا ال MTF دي تعتبر ايه تعتبر واسعة فبقى عندنا MTF مثلا بتاعت CT كتبك يعني MTF ممكن نقاسها بيباش شكلها حاجة عاملة بالمنظر ده كده بنحسب بقى ال MTF دي عند value معينة when reported يعني مثلا انا ممكن نقول مثلا ال value عند مثلا يعني point one بتساوي كذا او point oh five بتساوي كذا مثلا اوكي ونقول ان هي يعني العاداتا بنتكلم على frequency دي هي اللي بتدلينا الباندولت بتاعنا بيساوي كام يعني عند ال value دي يبقى الباندولت بتاعنا بيساوي كام يبقى هي دي الحاجة اللي تبقى مهمة بالنسبة لنا علشان نقدر نحسب بيها يعني measure للresolution بتاعت CT فباسيكلي بن define super special resolution actually في ال CT in terms of the cutoff frequency of one dimensional transfer function يعني بنحسب ال value اللي عندها MTF of F drops to 50 10 or 10 2% level يعني بشوف هنا مثلا وصلت لغاية فين يعني مثلا 2% مثلا ممكن او whatever بقى ال value اللي انا عايز اشوفها بشوف هي بتنزل عندها امتى واشوف ال cutoff frequency بتاعي بيساوي كام وريبورت ال value دي تبقى هي indicator للresolution بتاعتي عاملة ازاي كل ما زادت كل ما كان احسن طبعا ممكن نيسهاب ومنطقة البساطة بدلاقة حاجة بنسميها يعني impulse response phantom او بيحسب حاجة عبارة عن wire كده محطوضة في سطوانة مليانة مية ده بيبقى عبارة كنها impulse والimpulse دي بتحسبلي براكتيكالي بتحسبلي بقى MTF شكلها عاملة ازاي يعني انا دلوقتي لما بتكلم على ان الصورة بتاعتي يعني عبارة عن input اا يعني input image بتاعتي اللي انا عارفها اا يعني في ال frequency domain مضروحة في ال OTF اوكي في ال frequency domain ففعليا لو انا حسبت الصورة بتاعتي انا عارف الصورة بتاعتي اصلا ما فوقت بقى كان بالزبط وحسبت output image بتاعتي من التصوير phantom زي كده وانا عارف ان الفانتوم بتاعي ده عبارة عن delta function ده عبارة عن delta function ده عبارة عن delta function ده عبارة عن wire very 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 narrow ففعليا براكتكالي بيأكنه بالزبط delta function ففعليا ممكن احسب منها بالزبط ال MTF بيساوي كام او يعني اقدر احسب قيمة او pattern ال MTF بيساوي كام ومنه الحقيقية اقدر ان انا اجيب البنشر اللي بتكلم عليه دوت بتاع ال MTF لما بتدروب ل 50 او 10 او 2% level طبعا انا بتكلم على الصورة اللي بتطلعلي مش باخدها زي ما ايه كده تبقى ايه ال MTF لعد انا باخدها واحسب لها ال Fourier transformation بتاعها ويبقى هو ده MTF بتاعتي شكلها عاملة ازاي في الحقيقة الكلام اللي كلمنا عليه المرة دي الحقيقة كلام كتير شوية الحقيقة يعني الطوبيك بتاع ال Fourier Optics ده عبارة عن تلخيص لكل الافكار اللي موجودة في ال imaging systems اللي موجودة في اي حاجة يعني انا بتكلم على cameras انا بتكلم على MRI بتكلم على CT بتكلم على Ultrasound هنلاقي الافكار اللي موجودة في ال Fourier Optics اساس ليها وانا بنصح الناس انها تقرى شوية اكتر في الطوبيك دوت بنصح الناس انها تحل بعض المسائل اللي هي هتفاهمها لبعض الطوبيك المهمة في ال chapter دوت اللي موجودة في ال recommended reference وبرضو الحقيقة يعني بنصح الناس انها تحاول تدور على typical modulation transfer function لأي medical image model علشان تتخيل برضو الناس بتتعامل مع ال MTF دي عاملة ازاي وده هتخيل برضو range of MTF values او MTF bandwidth مثلا نتكلم عليها بتبقى موجودة ازاي في ال medical image modalities الطابق ده زي ما اقولوا كده ان هو واحدة من الحاجات الاساسية اللي احنا بعد كده هنبني عليها بعد كده الجزء بتاع الكورس اللي هو علاقة بال image construction من اول الكورس اللي جايه نقول ان المحاضرة اللي جايه نبتدي بقى نتكلم على techniques بتاعت image construction ونبتدي بال frequency domain techniques في المحاضرة اللي هي التالتة من الكورس داوت